موسيقى مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان مساء الفل على حضراتكم ومنورني دايما ومشرفيني في بيت كل أهلي والأهلي الليلة خلاص إن شاء الله بعد بكرة نشوف المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا ونشوف إن شاء الله ربنا يكرمنا وبندعي دايما وبندعي على طول إن احنا ناخد هذه البطولة طولة في أرضنا وبين جماهيرنا إن شاء الله مش هنفرط فيها بسهولة مع قوة المنتخبات اللي تكلمنا عنها مبارح الجزائر المغرب كوديفور السنغال فرق مقدمة أداء ولا أروع لكن احنا أملنا في ربنا دايما كبير وأملنا في الجميع المصرين يتقف وراء فرقها بكل ما يتملك من كوة إن شاء الله يكون رجالة المنتخب عند حسن ظننا جميعا وإن شاء الله نسندهم بكوة تذاكر خلصت والتذاكر كل الناس بسألني فين التذاكر والله أنا عايز تذاكر فيه ناس عايزة مني تذاكر ومش عارفة جبلها إن شاء الله يعني الناس تلاقي تذاكر بكرة ولا حاجة إن شاء الله لكن تذاكر بقى ولا مش تذاكر كنا بندعي المنتخب حتى في البيوت قدام الشاشات في الاستاذ إن شاء الله المنتخب يكون عند حسن ظننا جميعا بكرة إن شاء الله تبدأ مبارات دور الستاشرة أقول لكم بالزبط دلوقتي الفرق التأهل التانية فكركم بيها أقول لكم كمان أرقام وإحصايات محضراري فريق الإعداد يعني بشكرهم عليها جدا نتكلم فيها بعد ما أقول لكم وإن نضيفي بعد الفاصل هيكون الأستاذ عبداللطيف المتوكل رئيس رابطة الصحفيين المغاربة بالمغرب إن شاء الله يكون حوار مميز جدا نكلم معاه في كل القضايا العربية والبطولة الأفريقية ورؤيته في المجموعات والمتشارات اللي فاتت ورؤيته في دور الستاشرة المبارات المتبكية إن شاء الله في هذه البطولة تعالوا أقول لكم ملامح البطولة بالأرقام فريق الإعداد عمل لنا إحصائية يعني كويسة 16 فريق قلنا خلاص اتآهله بينما خرجت 8 منتخبات في أول ظهور لـ 24 منتخب زي ما حضراتكم عارفين أول سنة بنشوف 24 منتخبات كويسة مش كويسة الفريق أو الفرق بانت بشكل قوي التوالد هيقابله الأوائل أعتقد ناتب أمواجهات مع إن بقى في مفاجآت يعني نشوف جنوب أفريقيا يقول مش دي جنوب أفريقيا اللي احنا عارفينها جنوب أفريقيا طلعت توالد خسرت من مين وانت كسبت مين وكان أداك عمل إزاي كل دي حسابات لازم كلنا نحطها في دماغي ولازم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقاعد أجيري يعرفوا الكلام ده كويس انت كسبت مين وهم خسروا من مين والفرق القوية كانت مين لازم كل الحسابات دي مش معنى جنوب أفريقيا كانت تالت إن احنا نكسافها بسهولة الموضوع ده يعني بعيد قوي هتكسب هتكسب بتعب وبجهد وبإصرار وبروح إن شاء الله كمان الفرق الفريق جنوب أفريقيا زي ما قلت لحضراتكم يعني على الورق لم يظهر بالمستوى اللي كان متوقع منه خسروا قدام كود ديفوار قدام كود ديفوار أو أمام كود ديفوار صفر واحد وفازوا على ناميبيا واحد صفر ناميبيا فريق متواضع لكن خسروا من فريق جامد جدا وخسروا كمان من المغرب اللي صاحب الأداء القوي جدا هنتكلم عليه بالتفصيل صفر واحد دي المنتخبات اللي خسر منها جنوب أفريقيا كود ديفوار والمغرب وكسب ناميبيا في مبراء ضعيفة المستوى جمع ثلاث نقاط وطلع بيهم ثلاث مجموعة ويقابل مصر إن شاء الله يوم السبت المقبل قلنا إن صدارة المجموعة كانت لأحد السوالس بدل من المركز التاني واللي بيقودنا إلى طريق صعب جدا لكن لا يوجد فريق صعب زي ما قلنا لحضراتكم ده كلام على الورق تعالوا ننشوف إذا ربنا قرمنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ويكرمنا بإذن الله هنقابل مين هنقابل الفايز من الكاميرو نيجيريا مش عايز أدخلكوا في حسابات أو أنتوا طبعا حاسبين الدنيا كلها لكن خلينا نمشي واحدة واحدة نكسب الأول جنوب أفريقيا وبعد كده نشوف هنقابل مين في الأدوار اللي جاية ناس كتير جدا نتكلموا عن تزبز بالمستوى أو مش عايز أتكلم يعني ونخد في التفاصيل الفنية قوي لكن ما كناش شايفين حاجة واضحة قوي من أجري حاجات فنية هنشوف دورة 16 زي ما وعدنا كابتن هاي الرمزي هنشوف يعني خلينا دايما زي ما بقول لحضركم متفقلين ومتمسكين بالأمل حتى لو ضعيف إن شاء الله نشوف مستوى بعيد خالص عن اللي احنا شفناه يكون يعني أقوى وفيه إقناع شوية مع أنك بتكسب لكن تخاف بقى أن ربنا ما يكونش مساهل لك الأمور الدنيا مش ماشية صلاح مش فاي ترزيجي مش فاي لقدر الله مش هترعف تعمل حاجة تعال أقول لكم أرقام وإحصائيات بسرعة كده من الدور الأول 36 مباراة لعبت في الدور الأول انتهت ب 26 فوز مقابل 10 تعادلات تم تسجيل 68 هدف في الدور الأول بمعدل واحد 8 من 10 هدف المباراة الواحدة وهو مؤشر يدل على مدى الوعي وتطور التكتيك ماشي ماشي يعني خلينا نتكلم ده كلام الورق أقوى أو أكثر الفرق كانت غزار الأهداف كانت الكونغو الدموقراطية على زنباوي 4-0 ومالي على مرتانية 4-1 وكود ديفور على ناميبيا بنفس النتيجة 4-1 دي كانت أكثر المباراة تهديفيا منتخبات مصر والجزائر والمغرب زي ما حضراتكم عارفين تأهلوا بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة في الأدوار الأولى منتخب التونسي تحت قيادة المدير الفني إيريك ما إحنا برضو قدمنا برضو يعني مش عايزين نتكلم يعني مش عايزين لبيته من إزازة جماعة إحنا بيقدمه يعني صورة متواضعة وإحنا قدمنا بصراحة صورة متواضعة مع أننا إحنا تسع النقاط وتونس 3 نقاط من 3 تعادلات بس صعدوا وإحنا صعدوا نشوف الأدوار الثانية بقى فيها كلام تاني خالص منتخب الموريتاني ودع البطولة مرفوع الرأس بعد مشاركة المرابطون ده اسمهم يعني كان في البطولة في المنديال الأفريق كان أول مشاركة لي في المنديال الأفريقي ودع البطولة بنقطتين يعني كان نقطة واحدة كمان ويطلع حاجة كان يبقى إنجاز كبير جدا لكن قدم مستوى طيب في أول ظهور له في المشاركات الأفريقية منتخب الجزائر ومالي تقاسمه قائمة أقوى المنتخبات زي ما اتكلمت مع حضراتكم الجزائر مقدمين أداء ولا أروع وإقناع ما شاء الله ومالي كمان نفس الكلام برضو في مفاجآت هتحصل مش عارفين ممكن فريق مش مؤهل وضعيف جدا يكسب فريق كبير قوي وقدم كمان أداء كويس جدا زي ما قلت لحضراتكم قدموا ست أهداف بمعدل هدفين في المباراة الواحدة ده المنتخب الواحد بعد كده مصر ومدغشر والسنغيل وكود ديفوار خمس أهداف غانا وغينيا والكنغو الدموريطية أربع أهداف المغرب وأواندا وكينيا ثلاث أهداف واكتفت منتخبات ناجيريا والكاميرون وتونس وتنزانيا وبنين بتسجيل هدفين فقط مقابل هدف واحد لكل المين زمبابوي ونميبيا وجنوب أفريقيا وأنجولا ومورتانيا اختتم منتخب بورندي مشاركته الأولى ولحقا به غينيا بساوب هدف واحد فقط ناشي الصلابة الدفاعية قلنا خلاص مصر والمغرب والجزائر حفظوا على شباكهم نظيفة ما شاء الله الشناوي قدم أداء وراء أروع دايما الشناوي بيكون موجود في المناسبات الكبيرة البطولات الكبيرة شفناها في هذا العالم شفناها في أفريقيا إن شاء الله يفضل على هذا المستوى على طول مش عايزين نتكلم بقى على أو نتكلم نقود في تفاصيل التدريب هنا والتدريب هناك لا الكلام ده يا جماعة ما احترامي لكل المدربين يعني بقى فيه طبعا تفاوت لكن تفاوت قليل جدا جدا لكن هو ده الشناوي هو ده مستوى الحقيقي ما شاء الله نمسك الخشب هدف وحيد في الشباك السنغال هدفين في الشباك كل من ناجيريا ومدغشرة وقود ديفوار ومالي وتونس وأنجولا وغانا وبنين ثلاث أهداف في مرمى أغاندا وغينيا وأربع أهداف في مرمى ألكونغو الدموقراطية وغينيا بيسا وبروندي وموريتانيا ست أهداف في شباك ناميبيا وزنبابوي وسبع أهداف في كينيا المنتخب التنزاني الأضعف دفاعيا باستقباله ثمان أهداف تسع منتخبات لم تتزوق طعم الانتصارات أقول لكم التسع منتخبات يعني اللي فلت منهم فلت من الهزيمة لكن تعادلات زي ما قلت لحضراتكم لمنتخب التونسي وادع منتخب بنين المصابق ورغم تحت مرات أيضا التعادل المرتين لأنجولا ومرتانيا وتعادل للزنبابوي وغينيا بيسا منتخبات ناميبيا وتنزانيا وبروندي الأضعف حضورا على الإطلاق بتلقي ثلاث هزائم دول التسع منتخبات سسي المدير الفني لمنتخب السنغال قدم كرة هجومية زي ما حضراتكم شفته وتصدر فريقه قائمة الأقصر تهديفا ما شاء الله المنافسين أو الأقصر تهديدا آسف 47 محاولة هجومية يلي مالي 40 محاولة هجومية غينيا وغانا والمغرب 38 محاولة هجومية احنا فينا يا جماعة اوغندا 37 زنبابوي 36 ناجيريا 35 الكنغو الدموقراطية 34 احنا مش هنا خلص لسه والكاميرون والجزائر وبروندي 33 يعني بروندي هجمي 33 مرة واحنا لسه مجاش ترتبنا كودفوار 32 ولم يتخطى حاجز التلاتين كلا من مصر 29 محاولة كنيا وأنجولا 28 عشان كده بقولكو ربنا نسر في اللي جاي تونس 25 جنوب أفريقيا 24 موريتانيا 23 مدغاشكر وتنزانيا 21 منتخبات بنين ونامبيا وغينيا بيساول أضعف برصيد 19 و 17 و 16 محاولة على التوالي المنتخب السنغالي تصدر الأكثر خطورة برصيد 30 محاولة على المرمى دول بقى اللي هو المواجهات المباشرة على المرمى 30 محاولة على المرمى يليه الكنغو الدموقراطية 26 تزديدة ومالي 25 تزديدة وغانا وغينيا 22 تزديدة مصر وأغاندا 21 تزديدة والمغرب 20 تزديدة ماشي حلو كتا يعني بدأنا ندخل في الأجواء منتخبات ناجيريا وكنيا وكودفوار 19 تزديدة على المرمى في مباريات الدور الأول ثم بروندي والجزائر 18 تزديدة وزنبابوي 17 والكاميرون 15 وأنجولا ومدغشر 14 وتونس ومرتانيا 13 وتنزانيا 12 محاولة جنوب أفريقيا وبنين 11 وغينيا بساوى 10 بينما يعد نميبيا الأضعف على إطلاق برصيد 6 تزديدات فقط على المرمى حصائيات يعني في كل كبيرة وصغيرة حصلت في الدور الأول منتخب الكيني الأكثر تهورا بين منتخبات الدور الأول دول البقى اللي حصلوا على إنذارات وكروت 9 لعبين من المنتخب الكيني إنذارات وبطاقة حمراء يلي غانا 5 إنذارات وبطاقة حمراء 9 إنذارات برضو يعني في 3 نطشات حضرتكم شايفينها كتير أو قليلة مش عارفة منتخبات تونس وتنزانيا والكونغو الدموقراطية حصل للاعبهم على 7 إنذارات مالي ومرتانيا وأنجولا والكاميرون 6 إنذارات نميبيا ومدغشق الخمس إنذارات أربع إنذارات لمصر وأغندا وبروندي والسنغال والجزائر والكود ديفوار وبنوب أفريقيا وبينين منتخب غانا وغينيا 3 إنذارات آسف غينيا وغينيا بسوء 3 إنذارات مقابل بطاقتين فقط لنيجيريا وزنبابوي واحتفظ المنتخب المغربي بلقب اللعب النظيف بحصوله على إنذار وحيد إنذار وحيد وأداء مقنع وأداء كويس كمان إن شاء الله بكرة دور الستاشر هيبدأ زي ما قلت لحضراتكم مباراتين المغرب وبينين الساعة 6 على السادس السلام بإذن الله مساء وأغندا تقابل السنغال الساعة 9 مساء على ملعب استاد القاهرة دي كانت إحصائيات بسرعة جدا عن هذه البطولة واللي حصل في المباريات اللي لعبت في الدور الأول زي ما قلت لحضراتكم منافسات تبقى منافسات شديدة جدا ما فيش أي توقعات بالرغم كان معايا كابتن حمدى براضي يعني توقع نسبها للفرق اللي هم كانت حديد دور الستاشر كمان لكن المفاجأة ورد الفرق ما بتظهرش بقواتها الحقيقية في الأدوار الأولى وانتو شفتوا قبل كده يعني منتخبات كبيرة جدا طلعت من دور الستاشر من فرق مفروض نهاية كانتش مرشحة واحنا كان يعني منتخبنا كمان ما كانش بيترشح ويوصل الأدوار النهاية لو تكلمنا بقى عن الأهلي نسيب شوية منتخب مصر نتكلم عن الأهلي أكيد طبعا حضراتكم بتستنوا أخبار الأهلي الأهلي لعب مبارح زي ما قلت حضراتكم مع فريق المتحدة على أربع أشواط كل شوط كان نص ساعة نقولت ان برح تلات أشواط كانوا لعبوا شوط بعد كده إضافي أربع أشواط كل شوط نص ساعة آه ما كسبناش وما جبناش جوان لكن مباراة أقول لكم محمد يوسف تكلم عليها إزاي أو هم تكلموا عليهم إزاي الجهاز الفني عموما هم شوفوا لعيبة كتيرة جدا ووقفوا على لعيبة الصعبة على مستواهم مع أن طبعا تعرفين التجارب مع الفرق اللي هي أسمائها يعني ما احترامنا طبعا الفرق المتحدة أو الشركة المتحدة ما بقاش اسمه قوي قوي لكن بيقولوا أنها فرقة كويسة كان مجمعين عناصر من كذا نادي وكانت مباراة قوية جدا خضها النادي الأهلي واستفاد بيها على حد قول محمد يوسف كان النهاردة فيه أجازة أو راحة سلبية بكرة إن شاء الله فيه تمرين صباحي بعد كده اللعيبة إن شاء الله بإذن الله يسفروا بأمانة الله وسلامته لأسبانيا لبدء معسكر الإعداد واللي هيستمر حتى السادس عشر من يوليو الجاري فيه ثلاث مباراة ألعابه من نادي الأهلي يوم سبعة وحداشر وخمستاشر من يوليو الجاري أكيد طبعا الجهاز الفني هيستفيد لازم يستفيد قلت لحضراتكم اللي صارت يمنحه من النهاردة أو الدوم النهاردة أجازة سلبية استعدادا لتمرين بكرة إن شاء الله والصفر بإذن الله يوسف بيقول مكاسب من ودية المتحدة زي ما قلت لحضراتكم إن هي قتحت الجهاز الفني إن هو يشوف عناصر كتير جدا من اللعيبة والعناصر الشاب أيضا كمان لعبه أربع أشواط زي ما قلت لحضراتكم كل شوت كان موديته حوالي نص ساعة واستفاد الجهاز الفني من كل اللعيبة وشافهم كويس قوي مع إنه مفوض أعرفهم بس فيه لعيبة كانت بعيدة لإصابات دي لقطات من المباراة أعتقد حضراتكم شفتوها يعني وكل كان بيسأل إزاي الأهل يا جماعة ما جابش جون حتى في أربع أشواط وعادي الحاجات دي تبقى تجارب أكتر منها أهداف والجهاز الفني يبقى ليه كده حاجات معينة عايزي شوفها مع اللعيبة أحمد علاء بيبدأ تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وفحص طبي لسنائي الأهلي قبل ميران الغد أحمد الشيخ وعمار حمدي إن شاء الله يحسن مشاركتهم مع الفريق في التدربات الجماعية بكرة بإذن الله عمار حمدي كان خد كدمة في إيده أحمد الشيخ خد كدمة في كياح الألقادم كل ده في التميرنات قلتلكوا قبل كده أن التميرنات الأهلي لا تقل عن التحامات المباراة بل بالعكس تكون أقوى كمان كل عايز يشارك كل عايز يقول أنا موجود كل عايز يقول أنا لازم أبقى في الحداشر ده حال ناد الأهلي وتدرباته على طول على طول ندفد كمان النجم الكبير ندفد كريم ندفد كان يعني بعد شوية الإصابة إن شاء الله بكرة يعني هيكشفوا تطورات تأهيل كريم ندفد ده الخبر عارفيني كريم كان عمل جراحة في الغدروف إن شاء الله يرجع بسرعة جدا لألف رب نرجع تاني الكأس الأمم الأفريقية ومؤتمر صحفي الأجيري والمحمدي غدا استعدادا لجنوب أفريقيا إن شاء الله يكون مؤتمر أيضا كمان الكلام في المؤتمرات الصحفية حضراتكم بتشوفوه من المدربين الكبار ببقى يعني ببقى ليه أهداف وليه فيه بين السطور كلام بنشوف المدربين الكبار لما بيكلموا في مؤتمرات صحفية بدوا للخصمة بتاعهم رسائل كده بين السطور نفسها نشوف الكلام ده عندنا إن شاء الله قبل ما نخوض في تفاصيل المؤتمر عايز أقول لكو يعني إن فيه باحث اسمه الأستاذ محمد صفوة عمل مبادرة على مواقع أو متحة صفوة تحديدا عمل مبادرة على مواقع التواصل اسمها شجع وقرة تعالوا نسمع منه شخصيا تفاصيل هذه المبادرة معنا على التليفون يا جماعة أستاذ متحة صفوة مسائل فل عليك مسائل خير دكت محمد أهلا وسلام بحضرتك يعني أنا قلت محمد صفوة مش عارف بقى محمد ولا متحة الدلع ولا متحة الأساس لا متحة صفوة تمام تمام أهلا بيك ومنور قناة الأهل أهلا وسلام بحضرتك يعني بتكلم عن مبادرة حضرتك عملتها على مواقع التواصل الاجتماعي شجع وقرة كلمنا عنها والفكرة وهدفها كان ايه هي الفكرة بدأت مع مباراة مصر وزنب بغي في فتاح بطولة تأسل أمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في الملاعب المصرية بدأت بالبداية على صفحتي الشخصية بأن بطرح سؤال خاص بتوقع نتيجة المباراة في مقابلة أن أحصل صاحب النتيجة الصحيحة على خمسة إصدارات حديثة وكنت قد وفرت الحقيقة خمس إصدارات في البداية ثم وكنت أتوقع الحقيقة شكي مشكلة السخرية والناس تاخد الموضوع على أنه تظهروا على أنه يعني تحكي لكن كانت المفاجأة بأن الناس تعملت مع المسألة بمنتهى الجدية وتعملت بمنتهى الجدة بمعنى من الشيء جديد من العلاقة الكورة والرياضة بالقراءة وكهين بينهم دايما فيه انفصال اللي بتابع الرياضة هكذا يتخيل عند الناس اللي بتابع الرياضة ما بيكونش على دراية أو على التواصل مع عملية القراءة والإطلاع والمعرفة آلو ايوه معاك أنا سمعت آه حضرتك أفن آآ بعدين بعد المبادرة الأولى فهذه كانت تلات شخص رغم التفاعل الكبير هما اللي توقعوا النتيجة الصحيحة والحقيقة مؤلفي هذه الكتب أغنية كنت وفرت من النسخ الأولى من عندي أنا فإلا أن المؤلفي هذه الكتب آآ تواصلوا معايا وأقول لي احنا خليت تلاتة يفوزوا بعدها مباشرة الحقيقة بعد هذا النجاح كتواصل معي أحمد سعيد النشر أحمد سعيد صاحب منشورات الربيع منشورات الربيع وقال أنه مستطيع أن يوفر خمس فائدين كل فائد خمس كتب والحقيقة بالحرف يعني قائمة الدار تحت أمر المبادرة واختروا العناوين اللي انتوا عيدينها وبالفعل يعني اخترنا عنوين حاولنا نختار عنوين جذابة وفي نفس الوقت يعني لها قيمة علمية وقيمة كمان في سعرها وأن الناس يعني بتصعب على الناس شراءها بشكل أو بآخر آآ لبعض الناس وبنترح وقت الشنو الصفحة على تس نطرح سواء بتتوقع نتيجة المباراة حدث ذلك في مباراة آآ لكونغو ثم مباراة أغندا والنهاردة سلمنا آآ في التفائزين من الزرار كل شخص خمس الزرار ومع دور السبتاشر الحقيقة راحنا بعد بعض مشاركة بعض دور مشروع أخرى الحقيقة ومؤلفين وكتاب يعني قالوا عندنا استعدادنا نشارك ونعطي الكتب على نحو مكان للناس فاآآ وصلنا إلى مية وعشرة عنواء الزرار ونسخة في الدور السبتاشر وناخد خمس مبارايات أهمهم طبعا مباراة مصر مع جنوب إفريقيا وكذلك مباراة لنيجيريا والكاميرون وتونس وغانا آآ جزائر وغينيا آآ مالي آآ وأعتقد مالي هتتلعب عفوا يعني مباراة مالية أيضا في دور السبتاشر وكل في كل مباراة سيفوز خمسة فائدين بخمس كتب ما يعني مية وعشرين عنوان تقريبا آآ في هذه المبارايات على أمل أن في دور الثمانية إن شاء الله نغطي الأربع مبارايات كاملة وإن شاء الله المنتخب المصري يستمر طبعا ويصل للنهائي اعتقادي إذا استطاع المنتخب المصري يصل للنهائي المبادرة نفسها هتكون في مباراة النهائية لها شكل آخر وبعض آخر لكن في كل الأحوال إن شاء الله المنتخب يتجاوز بمحال درستاشر جنوب أفريقيا ويفوس دور الثمانية أهم على ميجيريا أهم على الكاميرون مستمرة المبادرة في كل مباراة دور الثمانية إن شاء الله مع دور الناشر أعجب أقول للمولفين والناشرين منهم التبارك برقية للمشورة توزيع المثقف ومثقفين لذلك السيد أحمد خالد مثلا عندنا من ضمن الكتب والإزدارات كتاب مو لذلك السيد أحمد خالد عن النجم محمد صلاح عندنا الكتب مترجمة عندنا الإليازة هو ده السؤال اللي كنت عايزة أقول لحضرتك الأهم من طبعا يامبادرة جميلة جدا جدا وفكرة بحقيقة عليها جدا لكن المحتوى اللي حضرتك بتقدمه في الكتب هل هو محتوى مدروس ولا بتيجي كده لا جدا نحن بنفقد نختار بعناية أولا بنختار ما هو جالب للشباب مش كتب ثقيلة جدا جميل أولا الناس وليست كتب متخصصة للأكاديميين فقط وإننا بنختار كتب عامل ولكن في نفس الوقت لا نختار كتب فارغة يعني نختار روايات مترجمة من الأدب العالمي نختار مثلا كتاب مبسط لفرويد عن دافنشي وهو أشهر كتب فرويد بعد تفسير الأحلام اختارنا كتاب مو لبيدرس ظاهرة محمد صلاح مش بس بيحكي ثقيلة محمد صلاح لأحمد خالد ونما يدرس ظاهرة محمد صلاح من جوانب عدة سيكولوجية ونفسية واجتماعية وبحيث أن يكون في محاولة لفهم نجاح هذا اللاعب واصوله الاجتماعية والثقافية وغير ذلك نختار الشعر أيضا لدينا شعر عامي وشعر فصيح نختار من كتاب الشباب نتقدمهم أيضا ونرع منهم مثلا لدينا في أحد المباريات نسمينها كتب الجواز الشباب اللي خدوا جواز هذا العام مثلا زي شعر عبد الرحمن مقرد لسه حاصل على جهازة الدولة التشجيعية وشعر حاطن عامر اللي خدر مركز الثلاثة أمير الشعراء في الشارقة وغيرهم يعني من الكتاب بحيث أنها بمدرس أهم النقطة الثانية الحقيقة عشان ما يتطرقش المبادرة كتب تنمي التطرف أو تغذي أفكار هدامة أو تغذي أفكار إرهابية بالعكس نحن نختار بعينها شديدة في المبادرة أعتقد ولا نختار ما هو ذائد في مخازن دور النشر ولا ذائد في مكتبات المثقفين قدر ما نختار عنه وحتى اليوم في بعض المثقفين أعلن أن عندهم كتب كثيرة جدا ليريدون التبرع به المبادرة لحيث تصل للناس قلنا سنفرز هذه الكتب وسنفرزها ونشوف مدى جدواها للناس ومدى أهميتها للجمهور العادي من ضمن أصدرات لدينا مضموعة قصصية للأستاذ مكتبية وهو مثلا رواي الكبير الذي كتب في لنا أبناء الصمت الشهيرة عن حرب بـ 73 وغيرها الحقيقة من الزرات التي تدرس بعناها وتصبح في النهاية في بناء الإنسان المصري وفي التأكيد على عدم الفصل بين الرياضة والثقافة يعني فكرة الفصل هو صورة نمطية للقارئ أنه يجاه في الرياضة ويجاه في العمارات أنا أباحث دكتوراه وأتابع الرياضة بدقة وأتابع الدوريات العالمية وأتابع الدورات المحلية فبالتالي الزرات ليست عشوائية وليست أعتقد ثقيلة على الناس بالقدر أنها نحاول أن تكون مفيدة لأكبر قطاع ممكن من الناس جميل جدا أنا بشكرك وبحييك على مبادرتك وإن شاء الله تكون تأتي سمارها وهدفها بإذن الله أستاذ متحد صفوت شكرا جدا جدا صاحب مبادرة شجع وقرأ اللي عملت صادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كان أهم حاجة يعني كنت أسألوا فيها فعلا محتوى الكتب إيه؟ إحنا فعلا شبابنا ولادنا محتاجين يقرو حاجات كتير قوي متروح مننا للأسف كل يوم يعني فكرة حلوة ممكن نستغلها أحسن وأحسن كمان إن إحنا نرجع القيم والمبادئ وحاجات كتير ممكن لو كلمت فيها يقول لي يعني في ناس يقولوا أنت راجع قوي يعني يعني إحنا تطورنا قوي للأسف بنفتقد حاجات وحاجات حلوة قوي قوي راحت مننا كلنا كلنا وحنا كلنا يعني مأثرين فيها ومشاركين إن هي تروح على فكرة أنا كمان واحد منهم يعني نفسنا الدنيا ترجع تاني إن شاء الله تعالوا أقول لكم خلاص قلت لحضراتكم مؤتمر صحفي الأجيري والمحمدي غدا قلت لكم قد إيه المؤتمرات الصحفية المدربين الكبار بيتكلموا كلام بيحمل بين طيات ومعاني كبيرة جدا للخصم بتخوفوا بتبين لهم إن إحنا مثلا ماخدين مباراة كده بقى رياحية وإحنا من جوانا هنموت عشان نكسب مباراة في مدربين كبار ليهم أسلوب وأسلوب بيبقى ذاكي قوي في المحادثات الصحفية أو المؤتمرات الصحفية التي تبقى قبل المباراة منتخب بيقول إن وردة جاهز للمشاركة أمام جنوب أفريقيا ومصر في التصنيف الأول قبل قرعة أمم أفريقيا 2020-2021 منتخب مصر جيه في التصنيف الأول قبل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 واللي ستقوم في الكاميرون بإذن الله في شهر يونيو من نفس العام تواجد منتخب مصر في التصنيف الأول والذي يضم 12 منتخب وتنص اللوائح على تأهل 24 فريق لبطولة أمم أفريقيا المقبلة التصنيف قسم لخمس مجموعات يضم التصنيف الأول والثاني والثالث 12 فريق بينما التصنيف الرابع والخامس ثمن منتخبات وسيتم إقامة مباراة بين فرق التصنيف الخامس ستأهل منهم أربع منتخبات يتم إضافتهم إلى فرق التصنيف الرابع رئيس اللجنة الطبية بالفيفا بيوشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019 ورينار بيتحدث عن مفاتيح الفوز أمام بنين هيرفي نيرر المدير الفني المنتخب المغربي كلنا من 8 سنين ولا حاجة بنقول يا رب ييجي مصر ييجي بقى أهلي ييجي منتخب مصر ييجي مش عارف يمسك إيه لكن المدرب عامل طفرة في المنتخب المغربي كمان سرته الذاتية كلها بطولات غير البطولات عنده إقناع بيقنع اللي بتفرج عليه أن فيه مدرب أو مدير فني شغال ليه لمساته ليه سيستمه ليه شكله ليه شخصيته وده المفروض يعني ستايل مدرب ستايل مدرب شخصية زي كده جزيه زي المدربين الكبار اللي انتو شفتوهم مش عشان أهلي والله أنا بتكلم بس في نمازج النجحة بتبقى عارف أنه ده ليه أسلوب وليه طريقة شغل ورجل عارف طريق نجاحه فينه وشغل عليه رينار من المدربين دوله بيتكلم عن مفاتيح الفوز أمام بنين أكيد هو زاكر فريق كويس قوي والمنتخب المغربي مرشح بقوة تحت قيادة هذا المدرب العالمي المدرب فيه مواصفات مدربين العالميين مش عارف ممكن نشوفه أعتقد أن فيه مصريين كتير نفسهم يشوفوا مدرب زي كده هاني عندي إن شاء الله روبين بيعتزل كرة القدم الهولندي المخدرم طبعا عارفين كلكو روبين كان لعيب أروع من كده مفيش نجم باير ميونيخ بيعتزل كرة القدم روبين خمسة وتلاتين سنة ممكن حد يقول خمسة وتلاتين سنة لسه ممكن نعب سنتين تلاتين لكن الناس دي بيبقى لها فكر تاني خالص لعب في عادة أندياب بأوروبا تشيلس الإنجليزي ريال مادريد أسباني وباير ميونيخ الألماني ستة مية وستة مباراة في مختلف المسابقات ميتين وعشرة هدف في مشواره مع السحرة المستديرة والذي بلغت ساعتاشر عام تتكلم عن حاجة يعني كبيرة جدا في الكرة العالمية روبين شكرا جدا لقدمه لازم نشكره لازم نشكر كل العيبة العالمية اللي سامت في متعة الكرة تتفرج عليهم وانت مستمتع كان روبين وربريل لو حضركم تفتكروا بقى كانوا عاملين سنايات ولا أروح والأرجنتين بتحتاج رسميا على حكم نصف نهائي كوب أمريكا 2019 لو حضركم تتفرجتوا عن مباراة الأرجنتين والبرازيل كانوا بيقولوا ان هم اليوم دربة جزاء فيه ناس شافيته دربة جزاء وفيه ناس قالوا انه يتعدي وفيه ناس قالوا لا دادت بالجزاء مليون في المية قدموا مباراة كويسة أو الأرجنتين لكن البرازيل عارفت تخطف المباراة 2-0 عملوا زي أنا كده احنا بروح كاسبين وجريين لكن برازيل تكلف البرازيل برضو وميسي عمل مباراة نوعا ما كويسة أوي كان كورتين في العرضة لو تفتكروا مباراة وافكركم بيها وكان لهم دربة جزاء انا كنت شافة دربة جزاء برضو عشان كده بيقدموا احتجاك رسميا على الحكم في هذه المباراة الاتحاد الأرجنتيني قدم أو اعترض رسميا أمام الاتحاد الأمريكي الجنوبية بشأن ما اعتبرها أخطاء تحكمية خطيرة وجسيمة على حد تعبير الاتحاد الأرجنتيني في مباراة نصف نهاية كوبة أمريكا التي خسرها المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب برازيلي 0-2 طيب الاحتجاجات دي بتيجي بفايدة ولا لا الحكم بتوقف الحكم بياخد لفت نظر لكن المباراة بتعد ولا ما بتعدش طبعا الموضوع بعيد قوي لكن يعني فيه ناس اعترضوا وهتعاد المباراة يعني طالما أنت بتطالب بحقوقك هتاخدها إن شاء الله طيب بوفن بيرجع ليه السيدة العجوز بعد رحلته لباريس سان جرمان بيرجع ليه نادي يعني يعيشه السيدة العجوز بوفن الحارس العالمي 41 سنة 17 سنة مع يوفينتس رح لباريس سان جرمان ورجع تاني هذا العام كان فيه احتفال بعودته وأكيد هو طبعا اللي برجع بيته يا جماعة ببقى يعني في منطقة الفرحة فرانك لامبرد بيعين مدربا لتشيلسي لمدة 3 سنوات نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن عن تعيين نجمه السابق فرانك لامبرد اللي شعف على الفريق خلفا الإطاري مسيوم ساري والذي عاد إلى بلاده لتولي مهمة تدريب يوفينتس طبعا فاكرين لامبرد كان لعيب برضو فيه يعني أو يعد من اللعيبات تقال جدا في العالم لامبرد 41 سنة مش عايز أقول لكم طبعا البطولات اللي خدها يعني حدث ولا حرج دي كانت معظم أخبارنا كلمنا فيها عن إحصائيات الدور الأول لبطولة أفريقيا إن شاء الله كل التوفيق تاني وتالت ولا نملك إحنا كجمهير إلا الدعاء لمنتخب المصري ودائما بنعمل كده أنه يتخطى عقبت جنوب أفريقيا زي ما قلت لحضراتكم جنوب أفريقيا لعبت 3 مبارات خسرت مباراتين لكن من منتخبات تقيلة قوي ما يدناش أحاق إحنا كمصرين إنهم خسروا بقى مباراتين وكسبوا مباراة مباراة سهلة آه لكن خسروا من فرق تقيلة قوي بنتيجة 1-0 إحنا منتخبنا يقدر يقدر والله لكن ساعات من برحكم أنت بتكلم مع الكابتين الحمد ورد ساعات أنت بتبقى كويس قوي لكن محتاج حد بس يدي لك إيده أو ينبهك على حاجات بسيطة قوي يلمعك شوي إن شاء الله مصر أجري وكابتين هاني رمزي والجهاز المعاون يغيروا الدنيا شوي زي ما وعدنا كابتين هاني رمزي وقلت لحضراتكم لكن مباراة مهمة جدا في بداية دور الستاشر المنتخب المصري يوم السبت المقبل بإذن الامبراط قلت لحضراتكم خارج التوقعات تماما بالنسبة لنا شخصيا ما فيش أي توقعات في دور الستاشر أو الأدور الإقصائية تلعب تموت يعني بتعمل كل حاجة أنت ممكن تعملها علشان تطلع الأدوار اللي بعد كده وتسعيد جمهورك بتطلع لأرضنا بين جماهيرنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون من نصيب المنتخب المصري نطلع فاصل وبعد الفاصل هستقبل ضيف الكريم الأستاذ عبداللطيف المتوكل رئيس ربطة الصحفيين ردوين بالمغرب أهل بحضراتكم من جديد الأستاذ عبداللطيف المتوكل الناقض الرياضي المغربي ورئيس ربطة النقاط الرياضيين بالمغرب وضيفنا وضيف الأهلي من نور الدنيا بارك الله فيك مساء الخير ومن نور مصر طبعا وبيتك هنا الأهلي بارك الله فيك نحن سعداء بتوجدنا في بلدنا التاني مصر أكيد أرض الكنانة وأيضا في قناة الأهلي تحية للمشاهدين الأفاضل جماهير الأهلي والمشاهدين الذين يتابعونا يتابعونا من كل مكان يعني طبعا بيتك طبعا وفي بلدك أكيد التاني أو الأول كمان لو تحب كمان يعني واحد شعب المصر وشعب المغربي دايما حاجة واحدة وإن شاء الله نفضل كده على طول دايما واحدة إن شاء الله كل الوطن العربي بداية بصفتك مش أقول نقدر رياضي بصفتك رئيس ربطة الصحفيين الرياضيين المغربة أقوى ما كتبت عن النادي الأهلي لو تفتكر أولا نادي الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا نادي كبير بتاريخه بألقابه بإنجازاته بالدور الرياضي والطلائعي الذي لعبه ليس فقط على مستوى مصر ولكن مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي فدائما عندما نزور مصر لا بد أن نكتب عن الأهلي فأخر زيارة كانت منذ حوالي ثلاثة أشهر أربعة أشهر وكنت برفقة زميلين صحفيين وأذكر بالاسم الزميل يوسف بصور الذي نشرت حقيقا حول نادي الأهلي في جريدة الأحداث المغربية عنوانه دولة الأهلي وهذا لكي يؤكد شعبية وجماهيرية والمكانة والقيمة الحقيقية التي يكتسيها النادي الأهلي ليس فقط على مستوى مصر كما أسلفت ولكن على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي ذلك هو واحد من الأندية التي نفتخر بها وأتمنى النادي الأهلي مثل الأندية الكبيرة فهي تمرض ولا تموت كما يقال نتمنى النادي الأهلي أيضا أن يتجدد العطاء داخل النادي الأهلي أن هناك طاقات هناك كفاءات ولابد للجماهير أن تصبر على الإدارة وأن تصبر على كل من يشغل داخل النادي الأهلي من أجل إعطاء نفس جديد لنادي الأهلي الذي نتمنى له دائما أن يكون في الطالعة مثل الأندية الكبيرة في المغرب الرجاء والويداد لذلك فهؤلاء نعتبرهم من الأندية الطلائعية التي يجب دائما أن تبقى في الصدارة وأن تبقى دائما في خدمة كرة القدم الإفريقية والعربية أكيد 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 كلام محترم جدا وكلام جميل جدا تعني أن تدخل في الأجوال الأفريقية واللي أنت شفته جديد أو لمسته جديد في هذه البطولة تحديدا تنظميا إداريا إفتتاحيا اللي شفته جديد أولا نحن لا يمكن أن ننسى بأن مصر هي واحدة من الدول التي أسست الالتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى جانب إتيوبيا والسودان وجنوب إفريقيا لذلك فتنظيم مصر لكأس إفريقيا فأعتقد أنه مسألة عادية مصر التي تنظمت كأس إفريقيا في سنة 59 و 74 و 2086 و 2006 هي عند التجربة ومصر بإمكانياتها بتجهيزاتها بملاعبها الرياضية بمينياتها الرياضية التحتها أعتقد أنه كنا نحن قبل أن يتم اختيار مصر كنا جد متيقنين بأن مصر ستكون في مستوى انتظارات مكونات الكرة القدم في إفريقيا لذلك فأعتقد أنه كأس إفريقيا الأمم جاءت إلى الموطن الذي استحق أن ينظمها وإذا كأقول بأن اليوم مصر يرفع السقف عالي فاليوم السؤال الذي يجب أن نطرحه بعد نهاية هذه الدورة وكيف ستنظم الدورات المقبلة في الكامرون وفي غينيا وفي الكوديفور إذا كأتقد بشيء يشرف يشرف دول شمال إفريقيا وأعتقد بأن مصر كسبت هذا التحدي في ضرف زمني قياسي أربعة أشهر فأربعة أشهر ليست كافية لإيجاد أو لترتيب إجراءات بسيطة فما بالك بتوفير الأسس والشروط الكافلة بإنجاح تداغرة من قيمة كأس إفريقي علما أن العدد يرتفع عدد المنتخبات من 16 إلى 24 منتخب وهذا ليس بالأمر الهيين أضيف إلى هذا أن هذه الدورة دخلت التاريخ كما أسلفت لأنه ارتفع العدد ومصر تم اختيارها في ضرف قياسي وفي ضرف نعرفه جميعا حيتياتها وحساباتها وخلفياتها ولكن أعتقد بأن البطولة هي نجحت قبل أن تنطلق والدليل هو الحفل الافتتاحي المبهر الحفل الافتتاحي الذي كلنا رفعنا القبعة لمصر على هذا الحفل الافتتاحي المبهر الذي كما أسلفت يشرف إفريقيا إفريقيا التي ناضلت وخادت معارك من أجل أن تندم كأس العالم وتم إنصافها بمنح جنوب إفريقيا تنظيم دورة 2010 أعتقد بأنه اليوم ما تقدم مصر من تنظيم محكم وما تقدم أيضا من صورة جميلة عن الرياضة الرياضة التي تجمع ولا تفرق الرياضة تحقق تقارب تحقق تعايش تحقق تسامع أعتقد بأنه دورة مشرقة ودورة ناجحة بكل تأكيد الجانب التنظيمي جاني بمحكم هناك مجموعة من المبادرات هناك مجموعة من الإجراءات غير المألوفة مثل نظام تذكيرتي فأعتقد بأن هذه كلها أمور تخدم مستقبل كأس إفريقي للأمم يعني أنا عايز أقول لحضرك أن من أجمل الإجابات اللي سمعتها بصراحة على سؤالي شفت إزاي التنظيم وكده حضرك جاوبت من أجمل الإجابات لدخلت وداني وقلبي بصراحة أشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله نفضل كده كلنا كده وجهة مشرفة لأي حدث بنمثله في أي دولة عربية إن شاء الله بكل تأكيد فأعتقد بأنه قرار رفع عدد المنتخبات إلى 20 منتخب وأعتقد بأنه يصب في مصلحة تطوير كرد قدم الإفريقي ولكن الكونفيدرالي الإفريقي لكرد قدم أيضا يجب أن تجدد آلياتها وطرق اشتغالها وأن تبحث عن توسيع مواردها المالية اليوم نعرف بأنه من السهل أن ترفع عدد المنتخبات ولكن الكونفيدرالي الإفريقي لكرد قدم كمنظمة مسؤولة عن تدبير كرد قدم في إفريقيا يجب أن تمنح الدعم وأن تحفز دول جنوب الصحراء على تجديد هياكلها وعلى بناء المنشآت وبناء المرافق الريادية لأن كما أسلفت اليوم هذه دورة دخلت التاريخ دخلت التاريخ لأنه أولا 24 منتخب ونسيت أن أقولك بأن هذه الأول دورة تنضم خارج الفترة الأتيادية لأنه فصل الشتاء تنضم في فصل الصيف والسؤال المطروح رغم أنه بعض الدول يكون عند المناخ الاستوائي فصل الصيف ما يكونش عنده فصل الصيف ولكن أعتقد أن الأكثر الأغربية للدول هي يكون عنده فصل الصيف حار أعتقد أن هذا الإكراه يجب البحث عن حلول لأنه من وجهة نظاري أنا كنت أفضل أن تبقى كأس إفريقيا لأمم في شهر يناهل ولكن هناك اعتبارات وهناك حسابات وهناك ضغوط فرضت الانتقال من فترة الشتاء إلى فترة الصيف ولكن أعتقد أن كن في دولة إفريقيا الكرة القدم كمنظمة مسؤولة عن تطور الكرة القدم إفريقيا يجب أن تطور آلية الشغالية ويجب أن تبحث عن موارد مالية إضافية من أجل تحفيز الدول جانب الصحراء على تنظيم كأس إفريقيا لأمم وتكون دورات المقبلة هي أيضا دورات في المستوى العالي تمام هارجع بس لنقطة لأن حضراك خليفت أراء كتير جدا كله بيقول إحنا مبسوطين البطولة الأفريقيا اللي عبت في هذا التقويت عشان تفرغ اللعيبة واللعيبة تبقى حطة دماغها في البطولة بس مش عايز يخلص ويجري على النادي لك هارج بتقول أنت بتفضل أنها كانت تكون في شهر يناير هذه وجهة نظري شخصية تقول لي لي أنا أقول لك لي أولا فصل الصيف شوفنا درجة الحرارة أصدق تقس 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 يلعب عنده دور سلبي عنده تأثير سلبي على عطاءة اللاعبين أنا أعتقد بأنه يجب أن نشبه أوروبا قارة إفريقيا لا يمكن أن تشبه أوروبا في كل شيء بالضبط فهناك خصوصية تتعلق بالقارة الإفريقية هذه الخصوصية يجب أن تحتارب لأنه حتى المسألة المتعلقة بتسريح الأندية الأوروبية للعبية فهناك قالوا الفيفا قالوا الفيفا الذي يلزم الأندية بالتخليع اللاعبية لفائدة منتخبات بلادها كلما كان هناك مباراة رسمية أو مباراة تندرج في إطار تواريخ الفيفا أعتقد بأن هذه المسألة غير مطروحة ولكن أتمنى أن أكون مخطئا لا أتمنى أن تكون لدي وجهة نظر يعني أمكن أن يكون هناك شيء فعلا يعني أريد أن أعرفها أخيراً اللاعب ستتفرغ البطولة ونرى فعلاً تحديات بجد أحد أنك يعرف اللاعب عايز يخلص لكي يلحق ندي كم يعني؟ أحد أنك يعرف طبعاً ما فيش وجه مقارنا فاللعب بقى دماغه وفكره كله إن أنا أخلص بسرعة عشان أروح لندية تانية والبطولة بقى إنجلترا في أسبانيا في أي أن كان ومحترف فين لكن دلوقتي ما فيش حاجة وراك فالدينة بقى والدينة اللي إحنا عايزينه منك لكن حكاية الطاقس تخلينا نقشك فيها برضو لأن ده سؤال يتكلم فيه الناس كتير في مصر كمان الشرع الرياضي المصري أعتقد إن الطاقس الأفريقي بشكل عام يعني حرق عن هنا كمان عن مصر تمام باستثناء الدول الشمال الأفريقي مصر والجزائر وتونس والمغرب يعني يبقى عندنا الجو لطيف شوية تمام ومعادش دلوقتي بقى حر جاف في سيفا ندافق ممطرش معظم وقت السنة بقى حرق كده تماما ليس مصطح المتخبات الأفريقية أعتقد أكتر ولنا أن نتصور الظروف التي تجري فيها المباريات الدورات المقبلة في جنوب الصحراء بالضبط لدرجة الحرارة بالضبط مستوياتها تكون عالية وأعتقد أن هناك تأثير أعتقد أنه لو تم الإبقاء على التدورة في شهرينه سيكون أفضل ولكن نتمنى أن وجهة نظر دياري تكون مخطئة ونتمنى أن الدورات المقبلة تتبت عكس ما قلته لأن هناك تأثير سلبي على عطاء اللاعبين لأن درجة الحرارة تأثير إلى مستويات يقياسية مستويات عالية ولذلك أنا نتمنى أن أول شيء هو أن يتم تطوير المنشآت الرياضية وأن تكون الكون فيدرالي الإفريقي كما أسلفت أن تواكب وأن تصاحب دول جنوب الصحراء لأن الدولة التي تريد من اليوم أن تتقدم بملف ترشيحها لتنظيم كأس إفريقي الأمم يجب أن تحفزها على تنظيم هذا الاستخاق القاري يجب أن تربح من وراء هذا الاستخاق المالي منشآت لأن عندما تترشح فأنت تجدد منشآتك الرياضية تحاول أن تبني منشآت رياضية جديدة حتى تستجيب للمعايير والشروط لذلك نتمنى من حسن الحد أن الدورة ننظمت في مصر فالدورات المقبلة هناك تحدي كبير أتمنى أن الدورات المقبلة تكون على وعي تام بهذه التحديات وبالإكراهات التي تفرض أن تواكب وأن ترافق الدول التي ستتنظم مستقبلاً كأس إفريقي للأمم إن شاء الله يا رب والحلول إحنا مش مطالبين إحنا نقول حلول أكيد الحلول بيخلقها لكن هم لازم يدور على الحلول عشان الكلام بتقول لحضرتك تعال نتكلم على دور الروابط الرياضية بصفة حضرتك رئيس ربطة في بلاد كبير زي المغرب هل الروابط مؤثرة بالفعل ولا الروابط بتكون في الأغلب أسماء فقط يعني سؤال صريح شوية سؤال مهم سؤال وجيه لأنه تعرف اليوم نحن في عصر العولمة في عصر المعلومة في عصر التكنولوجيا تكنولوجيا والوسائل التواصل اليوم كل محب كل جمهور أصبح فيه نقاد أصبحوا صحفيين يكتبون ينتقدون يحللون أصبحوا يزاحمون الصحفي لذلك أعتقد أنه نحن اليوم في مرحلة تستوجب على الصحفي وعلى الناقض الرياضي وعلى مكونات الجسم الإعلامي الرياضي في كل دولة يجب على هؤلاء الإعلاميين أن ينتصروا دائماً للمقاربة الأخلاقية وأيضاً يجب أن يتشبته بأخلاقية مهنة الصحافة أو بمقتضاية مهنة الصحافة يجب دائماً أن أعبر عن رأيي بطريقة محترمة ويجب أن أتفاعل مع الآخر أيضاً بطريقة محترمة لا يهم إن كان الطرف الآخر كان قاسياً معي أو خرج عن النص أو تعامل معي بأسلوب غير مؤدب أو غير رياضي أو كده ولكن أنا كإعلامي يجب دائماً أن أكون رافعاً للواء الوعي لواء التتقيف لواء التحسيس بأهمة الرياضة لأن الرياضة تتأسس على مجموعة من القيم ومجموعة من الأخلاق الرياضية لذلك أعتقد بأنه في خدم هذه التورة المعلوماتية وفي خدم الدور الكبير الذي تلعبه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد بأن الصحفي أولاً سيكون قوياً وسيكون نموذجياً ببحثية عن المعلومة الصحيحة بنشر الأخبار الصحيحة بتقديمه للرأي والرأي الآخر في كل قضية هذه ميزة الصحفي لا يمكن أن تجد واحد مواطن بسيط عنده حساب في موقع للتواصل الاجتماعي في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تجده يبحث عن رأي ورأي آخر ولكن الإعلامي بحكم مهنته بحكم الأخلاق والقواني التي تؤثر هذه المهنة يجب دائماً أن يتشبت بهذه القيم وبهذه المقتضيات التي تنظم الحق الإعلامي ويجب أيضاً دائماً أن نتصر للحوار ويجب دائماً أن نتصر للأدب في الحوار ويجب دائماً أن يبحث عن الرفع من الوعي وأيضاً أن يساهم في تخليق المشهد الرياضي جميل فلا يمكن أن أكون أنا مثل واحد عادي جالس في مقهة أو جالس في بيت ويتفاعل عن طريق العاطفة أو كذا يحب هذا النادي أو يحب هذا اللاعب أو يدافع عن هذا المدرب ولكن أنا كإعلامي يجب دائماً أن أكون في مستوى المهنة وأن أكون أيضاً في مستوى تطلعات هذه الجماهر الرياضية هذه الجماهر الرياضية محترفة تشاهد أرقى البطولات في العالم تتابع كل صغيرة وكبيرة فنحن أمام جماهر الرياضية العقلية اختلفت خلاص عقلية اختلفت وجماهر الرياضية عندها تقافة رياضية ونحن أيضاً يجب أن تكون ثقافتنا عالية ويجب أن نساير هذا التطور بشكل فعال وبشكل يخدم تطوير الرياضة بشكل عام جميل قوي علشان نطلب من الصحفي أن هو يكون ألخص كلام حضرك في جملة أنه هو يكون لابس البدلة الصحفي صحفي وأن يكون محايدا اللي هو الشكل المفروض يكون عليه والحياد الإيجابي طيب عشان نخليه كده أكيد هنوفر له حاجات عشان يبقى كده هل الحاجات دي موفرة بالفعل ولا في حاجات يعني بيفتقدها الصحفي للأسف أتفق معك يلي الأسف غير متوفرة بالشكل المطلوب بالشكل الضروري هي غير متوفرة ولكن لا أعتقد بأنه شغف أي إنسان بالمهنة التي يمتهنها يمكن أن يعرق إلى هذا الجانب المتعلق بقلة الاحتياجات وبقلة الإمكانيات وبقلة وسائل العمل وبغياب أدوات التحفيز ووسائل التحفيز لا أنا عندما أمتهن مهنة ما فأنا أمتهنها عن قناعة وعن اختيار وعن إرادة لا بد من التضحية لا بد من نكران الدات إذا استغرقنا فقط في المسألة المتعلقة بقلة الإمكانيات بغياب الوسائل بغياب التحفيز بالشغال في ظروف لها تكون عادة صعبة لا يمكن أن نتقدم ولهذا لا بد من الصبر ولا بد من تطوير العطاء ولا بد من أن نصبر وأن نستمر في القيام بواجبنا المهني بالصورة التي لنا أهم شيء اليوم أنا كإعلامي أهم صورة أبحث عن ربحها أو الرهان الذي أبحث عن ربحها ما هو هذا الرهان؟ هو الرهان تقديم صورة محترمة عن الإعلام الرياضي أنا أريد دائما أن أقدم صورة جديرة بينك إعلاميين لأن هناك شوف كأي مهنة هناك الصالح وهناك الطالح هناك من يساهم في تطوير هاتي المهنة وأن هناك من يساهم في الإساءة إليها لذلك فنحن نحاول كرابط للنقاد الرياضيين في المغرب نحاول أن نساهم في تقديم صورة إيجابية أن الإعلام الرياضي الذي يقرأ يتتبع ينصت ويطرح الأسئلة لأن هناك بعض المسؤولين يريدون من الصحفي أن يكون تابعا وأنك المسيرين وبعض الإداريين يريد أن علاقتهم مع الإعلام تكون علاقة مبنية على التبعية التبعية فقط لكي تزودني بخبر لكي تزودني بمعلومة يجب أن أساير مزاجك ويجب أن أساير حساباتك مبسوط منك تماما ولكن أنا كإعلامي يجب علاقتي مع الآخر تكون علاقة مبنية على الاحترام وعالتقدير ولكن يجب عليك إعلامي أن أمارس الدور مطلوب منك صحفي في ممارسة النقد البناء وفي طرح الأسئلة المشروعة هذا هو الدور الصحفي أما اليوم الخبر الخبر هو متاح الخبر اليوم موجود في كل مكان هناك الأخبار متداولة يمكن تجد مواطن بسيط عنده معلومة يستبق صحفي في الوصول إلى المعلومة ولكن الصحفي قوته في طرح الأسئلة في الدراسة في التحليل وفي نقل الآراء المختلفة حول قضية معينة جميل أوي بحييك بحييك حضرك لا ما أنكرتش أن الصحفي فيه فعلا ليوم حقوق مهضومة وكمان بس لازم في المقابل أن هو ما يشتغلش على كده ويشتغل على إنقار الزات أو هو لو عايز يكون صحفي قويس لازم يشتغل على إنقار الزات أنا بحييك جداً تعرف أخي الكريم لماذا؟ لأن الصحفي سيجي دائماً مبررات سيركب على هذا المعطى وسيتخذه كمبرر أي حد يمكن لدي مبررات لكن الناجح مش هيدور ولكن لا لا يجب أن أبحث عن مبررات يجب أن أجتهد ويجب أن أضحي من أجل أن أطور أن أطور إمكانياتي الداتية ومن أجل أن أكون نموذجاً يحتدى به لدى الصحفيين الرياضين وخاصة لدى الصحفيين الرياضين الشباب لا أدرك عمامها على كل مجالات ليس على الصحفيين فعلاً حيث جداً تعال ندخل تاني في أفريقيا وشايف أهم خلينا نتكلم في السلبيات قبل الإجابيات السلبيات التي شفتها في المبارات التي لعبت بالفعل السلبيات هي محدودة ممكن بعض المباريات لم تكن فيها إقبال جماهيري كبير شفنا المباريات التي فيها إقبال جماهير المباريات المتعلقة بالمنتخب المصري هناك إقبال جماهيري كبير هذه مبين الأمور عادية جداً فنحن أمام أول دورة تلعب 24 منتخب فنحن جئنا بأمر جديد وهذا أمر جديد لا يمكن أن نحكم عليه في البداية ولكن على كل حال أعتقد بأن الإيجابيات هي كثيرة جدا مقارن بعض السلبيات التي هناك وهذا ما أحيي عليه القائمين على تنظيم كأس إفريقيا للأمم في مصر هناك تتبع دقيق لكل الجزئيات الصغيرة هذه الجزئيات صغيرة تماما من أجل معالجتها وتطويرها هناك مشاكل اعترضت بعض الجماهير فيما يخص نظام تذكيرتي وكذا ولكن نلمس أن هناك تجاوبا هناك متابعة دقيقة لكل مشاكل التي تعترض أي جمهور من أجل البحث عن حلول تمكن خاصة بالنسبة للجماهير التي تأتي من خارج مصر فهذه الجماهير لا يوقع التي تتحمل أعباء الصفر عبر الطائرة وتأتي إلى مصر أعتقد بأن هذه الجماهير التي تأتي من خارج مصر يجب أن تعطاها العناية الكاملة حتى تستطيع أن تنجا إلى الملائب لمتابعة المباريات وتشجيع منتخبات بلادها أكيد أكيد الأهم اللي حضارك قلته أن بدور على السلبية عشان نعليجها بسرعة جدا يعني حضارك أكيد يعني حد بمستوىك الإعلامي والصحافي كمان السيد عبداللطيف متوكل أكيد رأيك هيبقى مهمة جدا أنه نعرف السلبية لحده وشفتها بعنيك اللي لمستها عشان نحلها بسرعة جدا وطبعا كل التحية وتقدير لمحمد فضل مدير هذه البطولة وكل فريق العمل بصراحة اللي بنحييهم تحية كبيرة جدا وفخورين كلنا بيكم بصراحة أن البطولة على الوجه الأمثل وعلى لسان ناس كبيرة زي السيد عبداللطيف متوكل يعني بيشيدوا هذه البطولة تحديدا تعني أتكلم في الكورة وشفت المستوى الفني بشكل عام قبل من أتكلم بقى في فرق بعينها أعتقد بأن المستوى الفني هو مستوى جيد جدا فباستثناء بعض المباريات التي انتهت في الدور الأول بسفر لمثلي بنتيجة سلبية كان مستوى متدبدب ولكن أغلبية أغلبية المباريات عرفت مستويات فنية عالية كانت هناك ندية وكانت هناك مباريات كبيرة في كل مجموعات ولكن كانت هناك بعض المباريات التي هي للنسيان مباريات للنسيان تحكمت فيها حسابات العبور إلى الدور الثاني ولكن أعتقد بأننا شفنا مباريات كبيرة مباراة مصر مع الكونغ والديمقراطية كانت مباراة كبيرة مباراة مصر مع أغندا مباراة المغرب مع الكود ديفوار مباراة غانا والكاميرون كانت مباراة عالية المستوى فكان هناك مجموعة من المباريات لها أفرزت مستوى فنيا جد 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 إيجابي وأعتقد بأنه هناك من يقول بأن كأس إفريقيا الأمم ستنطرق مع دور ثم النهاية لا كأس إفريقيا بدأت بـ 24 منتخب شيء طبيعي أنه عندما نمر إلى دور 16 أن المستوى سيرتفع لأن هذه المنتخبات التي تتأهلت هي جميع منتخبات قوية بغض النظر عن المنتخبات التي تأهلت عن طريق أحسن التوالد ولكن هذه المنتخبات جميعا هي منتخبات قوية ولا يمكن أن نحكم لا أي فريق بأنه سيخسر قبل أن تنطرق المباراة أو سيخسر بحزة ثقيلة فالمستويات هي جد متقاربة وكرة القدم تلعب على الجزئيات البسيطة والذي يستغل تلك الجزئيات البسيطة والذي يصنع الفارع شفنا المنتخب المصري رغم أن المصرين كلهم غير مرتاحين لعطاء المنتخب المصري ولكن المنتخب المصري كان دكيا في التعامل مع المباراة أن الفرص التي تتاح لها لا يضيعها فهذا هو المنتخب الجيد المنتخب الذي لا يضيع الفرص ولا يهم إن كنت تتلقى ضغطا من الفارق المنافس وكنت تحملت إمتى بتقول أنا آسف أن أبقى أطحك بس بقى أطحك الحوار معك تحفى بصراحة أنا مبسوط جدا أن أبحث عن حضرتك إمتى بتقول أن المنتخب أي منتخب مش من مصري بس أو المغربي بس ده منتخب ذاكي أو مدير فني ذاكي ولأ ده جات كده معه يعني إمتى بتقول المنتخب خد اللي هو عايزه المباراة تماما هو واقف على أرض صلبة عارفه بيعمل إيه واخد اللي هو عايزه بقى لي مجهود وإمتى تقول لا ده هي مشت كده أنا أتفق معك فهو المدرب الدكي هو الذي يعرف كيف يخرج من المباراة بالنتيجة لأن ما الذي يريده الجمهور هل يريد الأداء من النتيجة النتيجة يريده وما معا يعني لو خيرته هيقولك النتيجة لكن هو عايز الاثنين عايز الاثنين هو يريد الاثنين لكن صعب لا يمكن شفنا منتخب الكونغو الديمقراطي مع المسر قدم مباراة كبيرة كبيرة فهو أنا شخصيا تفاجأت كيف منتخب الكونغو الديمقراطي بهذه التركيبة البشرية الكبيرة وبهذا العطاء كيف خسرها أمام أغندا بهدفين لصفر فالمتخب الكونغو الديمقراطي أدى مباراة كبيرة ولكن يسأل لك كل من يلعب بشكل جيد ينتصر أو كل من يستحوذ أو يستيطر هو الذي ينتصر هنا يكمل ذكاء المدرب أعتقد بأنه الواقعية الواقعية التي تتحكم في تدبير كل مباراة المدرب الذي لا يتسلح بالواقعية ولا يتعامل مع كل مباراة على حد نحن في بطولة في بطولة تفرض عليك أن تدخلها وأن تلعب كل مباراة على حد وأن تذهب بشكل تدريجي أعتقد التخوف مشروع ليس فقط على المنتخب المصري المنتخب المغربي المنتخبات الأخرى ولكن النتيجة في نهاية المطاف هي الفيصل النتيجة التي تحكم وأعتقد بأنه المنتخب المصري لقى صعوبات وسيلاقي مزيدا من الصعوبات ولكن أعتقد بأن الجماهير المصرية التي تحج بكتافة إلى الملعب وتسالد الفريق فيتقدم دعم كبير لهؤلاء اللاعبين علما أن اللاعبين أنت كلاعب هناك ضغوطات على اللاعبين أكيد نحن نتمنى أن اللاعبين المنتخب المصري يتحرموا الضغوطات فهذه الضغوطات ممكنة التي تجعلهم يرتكبون أخطاء في تمرير الكرات عندما يستعدون الكرة من المنافس وتكون هناك أخطاء إذا قمنا بإحصائيات مثلا في المباراة الأخيرة في أغندا فالمنتخب المصري كانت عدد كبير من التمريرات الخاطئة في وسط الميدان هذا كله يمكن تفسيره بأن اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية بتقل المسؤولية وهذا التقل المسؤولي أعتقد بأنه يؤثر عليه مثلا ولكن يستعدون عافيتهم عن طريق مجموعة من اللاعبين المتميزين كمحمد صلاح واتريزيقي وكذا اللاعبين يستطيعون أن يصنعوا الفارق وأعتقد أنه أيضا ينطبق على المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري رغم أنه ظهر بصورة قوية فارق يسيطر في جميع المباراة التي لعبها ولكن كل منتخب منتخب الكاميرون منتخب غانا منتخب مغربي منتخب مصري كل منتخب عنده مميزاته وعنده خصائصه وحياته أكيد وكل مدريب أنا أعتقد بأنه عارف بأنه ما الذي عليه أن يعمل على معالجته وتصحيحه خاصة الدور المقبل لم يجال فيه للخطأ أكيد جداً تكلم على حجم الدغطات هل وسائل التواصل لكترة قوي دي بتزود من حجم الدغطات خصاً كل اللي عيد دلوقتي ماشي بالتليفون في إيده عنده فيسبوك عنده تويتر عنده واتساب عنده أي أن كان الوسائل التواصل اللي هو بيستخدمها فبيشوف دايماً ردود الأفعال هل زادت هل المفروض اللعيب يفضل يشوف هل ناخد التليفونات إيه الحلول أنا معه مع خيار سحب التليفونات من اللاعبين بالنسبة لللاعب عندما يكون في معسكر في تجمع تدريبي يجب أن يكون دهنه متفرغاً للمهمة الموكولة إليه عندما يكون مشغولاً بالهاتف وبالدخول وصائل التواصل فيتؤثر عليه بشكل سلم حتى لو قال أنا محصن أنا صاحب أنا أتيق في نفسي وفي قدراتي وعندي شخصية قوية لا ستتأثر عندما تسمع تعليقاً سيئاً عندما تسمع كلاماً سيئاً عندما يصدر من أفراد في الفيسبوك أو في أي موقع من الموقع التواصل أي خطاب أي كلمة فيتؤثر عليك بشكل سربي وأعتقد بأنه من الأفضل أن اللاعبين يكونوا مركزين في تجمعاتهم التدريبية وأن يكون فقط همهم الأساسي هو أن يأكلوا جيداً ويصربوا جيداً ويناموا جيداً ويتدربوا بشكل جيد ويركزون على المطلوب منهم حتى لا يتشتز فأعتقد بأن اللاعب عندما يكون منشغلاً في كل دقيقة في كل ربع ساعة في كل ساعة يدخل إلى حسابه يطالع لكي يسمع ماذا يقول الشارع هناك الإعلام الحمد لله كنت تلفزيون أصحب حاج تلفزيون نسمع الأعراء المحللين في التلفزيون وهذا المحللين هم مجلس من المجتمع ومجلس من فهد هذا المحلل فهو أيضاً جمهور يمتل رأي الجمهور فالمحللين هم ينقلون هم متساؤلات الجمهور لذلك نعتقد بأن اللاعب يجب أن يتفرغ للمهم المكونة إليه ويجيب أن يبني جداراً سميكاً بينه وبين ما يشاع في الخارج طب هل إحنا برضو بمنطقة المصدقائية هل إحنا ممكن أن نقول للاعيب مثلاً كبير في منتخب مصر ومنتخب المغرب هالتلفونك هو كلاعب معترف يجب أن ينضابط وكلاعب معترف لأنه مثلاً هناك بعض اللاعبين تصدر منه متصرفات وأنت تساءل مع نفسك هل يمكن لهذا اللاعب أن يرتكب نفس الحماقات وهو في ناديه لا الذي العمعه في أوروبا هل لا يستطيع في دوب أنت مع المنتخب لفترة زمنية محددة معينة يجب أن تكون نموذجاً في الالتزان في الانضباط وهذه الأشياء هي في مصلحتك أكيد هي في مصلحتك أنت لأنك عندما تنام وأنت متحرر من المشاكل أعطيك مثال الآن المنتخب المغربي وهذه طريقة سنتها الجامعة الملكية المغربية كرة قد من اللاعبين الآن يأتون معهم زوجاتهم وأسرهم هناك لاعبين جاءوا معهم زوجاتهم وأولادهم وأباءهم وأمهاتهم لكي دائما اللاعب يحس بهذا الدفع العائلي وهذا الدفع العائلي يعني لعب دور مهم جداً من زمان المنتخبات الأوروبية عملوا كده وإحنا كنا زي بأكلهم مرتدهم معهم بأكل زوجاتهم فلا يمكن أن تلاعب أن تحرمه من الهاتف وتحرمه من التواصل مع العالم الإفتراضي وحتى مع وسطه الاجتماعي تعمله قطيعاً لا أعتقد بأنه هذه فكرة جيدة تستطيع أن تكسر الروتين اليومي لللاعب وهو في تجمعه التدريب فلابد عندما يكون يشاهد زوجتها يشاهد أمه والده وأبنائه معه يشاهدهم في الملعب يحفزونه يقتلنا معه في نفس الفندق عذاباً يكون عنده تأثير إيجابي على عطاء اللعب متخباتك كبيرة عملت كده يعني متخبات كبيرة جداً عملت كده قبل كده طريقة إيجابية بالزبط بالزبط إمتى الأستاذ عبداللطيف بصفتك بشخصك بتنتقد في الوقت المناسب يعني لو بطولة زي دي وشفت رينرد مثلاً الدنيا مش ماشية معها تغيراته مش صح أنا بتكلم في العموم شوف بتنتقد إزاي أو بتوصل رسالة إزاي هو دائماً نحن كإعلاميين يجب دائماً نحترم اختيارات المدرب عطيتي ورقة لأي صحفيز هؤلاء يكتب للتشكيلة التي تريد وكل عادي يكتب تشكيلته ولكن المدرب هو أدرى بعماله هو أدرى باختياراته هو أدرى بعلاقاته مع اللاعبين وأنا أقول لك ميزة في المنطقة المغربية أن هذه المجموعة من اختار؟ اختارها رونار وهذه المجموعة هو يرى فيها بأن القابلية لتطبيق أسلوب عمله لتطبيق الخطة المرسومة فهذه المجموعة أعتبرها كتيبة كتيبة يرى فيها رونار القدرة على استيعاب خطابه وعلى استيعاب طريقة عمله وعلى استيعاب أيضاً خططه وطريقة وأسلوب عمله لذلك لا أعتقد بأنه هذا الجانب المتعلق بممارسة النقد في حقر المدرب ليس هناك مدرب لا يتعرض للنقد نحن شاهدنا في كأس العالم 98 إيمي جاكي قادر منتخب الفرنسي إلى الفوز بكأس العالم وانتقد وقبل انطلاق كأس العالم الصحافة الفرنسية تنتقد بشدة وبقصبة إيمي جاكي وفاز في نهاية المطاف بكأس العالم إذا كأعتقد بأنه أي مدرب معرض للضغط هناك مدربين لا يتقبلون هذه الانتقادات ويعتبرونها بأن هناك تحامل هناك تجني هناك مثلاً مواقف وأحكام جاهزة من عمله إذا كأعتقد بأن المدرب الناجح والمدرب الذي ينصت إلى جميع الأراء ينصت إلى جميع الانتقادات حتى لو لم يعمل بها فهم شيء هو أنك أنت مدرب في مجال كورت قدم وهذه الجماهير التي كله تتفرج كله فرض منها ومدرب هو أيضاً عنده نظرة للأشياء يطالب يحتاج على تغيير هذا اللاعب لماذا أدخلت هذا اللاعب ولم تدخل هذا اللاعب لماذا غيرت هذا اللاعب وتركت اللاعب فلاني ولكن نحن كإعلاميين نحاول أن نوصل الرسالة إلى الجمهور بأنه أنا كإعلامي لا يمكنني أن أنتقد اختيارات المدرب فقط لأنه لا تتماشى مع منظوري الشخصي ولكن المدرب هو القريب من اللاعبين والنتيجة هي الفيصل النتيجة هي التي ستحكم على اختيارات المدرب هل كانت اختيارات صحيحة أم غير صحيحة تمام لكن لما تشوف واحد اجتمع علي الناس كلها أنه لازم ينضمن المنتخب والمدرب ما خدوش برضو بتسيب الحرية لا أحترم المدرب تمام أنا أعطيك مثلاً قصة حمد الله حمد الله كلنا كمغربة نتمنى أن يكون في المنتخب المغرب ولكن في نهاية المطاف حمد الله غادر تجمع المنتخب المغربي لأنه لم يحس بأنه منسجم مع المجموعة فأعتقد بأنه أحسن وأجمل ما فعله حمد الله هو أنه خرج وترك المنتخب المغربي أنا مش هايسة الأسئلة يعني بالله بين السطور لكن هو خرج خروج عادي ولا كان فيه مشكلة لا غير عادي لا غير عادي هو لم يستطع أن يتأقلم مع الأجواء داخل المنتخب المغربي هو لعيب كبير يعني أي لعيب منتخب مش عارف يتأقلم في العموم برضو بلاش المغرب تحديداً لأنه غاب عن المنتخب منذ مدة زمانية طويلة فهو لم يكن في المنتخب منذ فترة قصيرة فهو غاب مدة طويلة عن المنتخب المغربي تمام وهذه المجموعة هذه المجموعة أغلبية شاركة في دورة القابون في 2017 حفظين بعد حفظين بعد فبستنا بعض الأسماء القليلة في حال وسامة الإدريسي وبوربيعة ويونس عبد الحميد فأعتقد أن أسماء قليلة الأغلبية الصاحقة من تشكيلة المنتخب المغربي شاركت في دورة القابون فأدر الزاق أن أحترم قراره أحترم قراره لأنه أي ما أفضل أن يضحيه بنفسه أم يتم تهامه بأنه خلق البلبلة وشوشه على المنتخب من الأفضل يضحي بنفسه والعمل كده يبقى لي كل الإحترام نحترم قراره والمنتخب هو الآن ماضي نحو المهمة المكونة إليه فلذلك نتمنى العبد الرزاق مصار موفق كلاعب وأيضا نتمنى للمنتخب المغربي الذي يمثل المغرب ككل نتمنى له أن يذهب إلى أبعد نقطة في هذه الدورة تمام هل حضرتك بصفتك رئيس رابطة الصحفيين ممكن تقول يا جماعة لأ نخاف في الضغط شوية لا يعني بتتحكم في الأجواء العامة ولا بتبقى سايب كل واحد على حريته ولا شوف مرضو بشكل عام دور رئيس الروابط عموما بشكل عام كل مؤسسة كل مؤسسة إعلامية عند خط حريري عند طريقة العمل أنا لا يمكنني أن أتحكم في مؤسسات إعلامية وفي خطها التحريري لا مش قصدي تحكم بالمعنى الحرفي نعم اللي هو يعني بصفتي بحبهم ليك ببقى فيه دور كده لا ما فيش ما فيش دور الدور الذي يكون هو عن طريق كتاباتنا ونحاول مثلا أعطيك مثال بسيط المنتخب المغربي وهو يستعد لكاس إفريقي الأمم خسرة ضد ضد جامبيا وضد زامبيا فكان هناك تخوف مشروع هناك من انتقد بشدة بشدة اللاعبين وانتقد المدرب وانتقد اختيارات المدرب رغم أن الأمر يتعلق بمباراية إعدادية مباراية ودية لم تكن المباراية الإعدادية ودية في يوم من الأيام هي المعيار الحقيقي للحكم على عطاءة اللاعبين زي ما حصل هنا في مصر تماما لذلك فأعتقد بأنه نحن كإعلامين يجب أن نتعامل شوف نتعامل مع كل مباراة كل مباراة هي مباراة إعدادية مباراة إعدادية يجب أن تبقى في إطارها تظهر بعض السلبيات أعتقد بأنه هذا هو المطلوب من إجراء هذه المباراية الإعدادية أكيد فأعتقد بأن المدرب لا يستفيد من مباراية الإعدادية لذلك نحن كإعلامين هذا هو الوعي الذي يجب أن يكون عندنا وهذا الوعي لا يكتسب بطريقة فجائية أو بطريقة القائل يكتسب عن طريق التجربة وعن طريق الخبرة وعن طريق التأني وعن طريق التأمن وعن طريق الحذر فأنا كإعلامي يجب دائما أن أكون حذرا لا يجب أن أطلق لساني وأطلق الكلام على عوائنه بأي طرح لا أنا كإعلامي يجب دائما أن أنضبط يجب دائما أن أكون على وعين بكل كلمة أكتبها أو أتلفظ بها فأنا كألم يجب أن نساهم في البناء وليس في الهدم كل مدرب له سلبيات وله إيجابيات ولكن يجب أن ننتظر أنا أقول دائماً يجب أن ننتظر الوقت المناسب لإصدار الأحكام ولممارسة النقد ولكن على كل حال فالمدربون يختلفون كل مدرب وشخصيته ولكن من مدرب لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه ولا يمكن أن يقبل بأي نقطة ولكن مدربون أنا أعطي مثال بسيط جداً شفنا في لقاء صحفي جمال بالماضي كيف تعامل مع صحفية من سنغال ويتسأله عن التشكيل التي سيلعب بها فأعتقد بأنه حتى هناك مدربون في تعاملين مع الإعلاميين يجب أن تكون المؤامل بنية على الاحترام ونحن أيضاً كإعلاميين في هذه الندوة وفي هذا المؤتمر الصحفي هناك إعلاميين كانوا يضحكون وسمعت قاقهات يضحكون على زميلة زميلة تنتمي إليهم كإعلامية يضحكون لأنها طرحت سؤالاً بين قوسين لا يستحق أن يطرح ولكن المدرب هو الذي يقدر الظروف ويتعامل مع الإعلامي حسب لأنه شوف أنت تعقيد لقاء صحفي هذا كمثال بسيط هناك صحفي في أول لقاء صحفي لرونار قبل المباراة الأولى التي لعبناه ضد ناميبيا فهناك صحفي سأل رونار وقال بأنك تلقيت عروضاً لتدريب منتخبات أخرى فهل هذا السؤال يليق بالضرفية بالمناسبة؟ ليس وقت فهناك أشياء أتمنى هذا يدخل في إطار تكوين وهذا نعمل عليه نحن في الرابط المغربي صحفينا الرياضيين أننا عدنا برنامج سنوي ننضيف مجموعة من الأنشطة وننضيف مجموعة من الدورات التكوينية من أجل توعيات توعيات الإعلاميين بطريقة العمل وبطريقة الإشغال لأن هناك أشياء بالفعل تسيء إلينا أكثر مما تخدمونها الضبط المدرب ببقى قبل المباريات غير بعد المباريات الأسئلة اللي بتطرح يعني أنا شايف حالته عاملة إزاي عشان يتقبل السؤال مني عشان بعد كده أنت عارف أنا كمدرب بشوف رسولة عبدالغطيط بشوف كل مؤتمر صحفي أنا بعد كده أنا خلاص مش هرد عليك الرد طالما أنت بتدينا أسئلة أساساً كل مرة مش مقنعة أو مش وقتها أو مستفيزة بالضبط لكن أكثر المدربين اللي شفتهم في المباريات اللي لوعبت أقنعك شوية فني بصرف النظر هو كمل أو ما كملش مدهشقر مدهشقر الظاهرة جامبيا المنتخب المغربي لا يجيب أن ننسى بأن المدرب المنتخب المغربي سجال في مبارتين في الدخيخة الأخيرة أمام نامبيبيا وأمام جنوب إفريقيا فالمنتخب الذي له القدرة على قلب النتيجة والحكم يستعد لإطلاق صافرة نهاية أعتقد أن هذا منتخب يشتغل بطريقة جيدة هناك طريقة في العمل تحاول أن تقنع اللاعب بأنه لا يجب أن يستسلم لا يجب أن يرفع الرأي البيضاء بل يجب أن يلعب وأن يواضب في العطاء حتى ولو بقيت دقيقة أو دقيقتين أعتقد أنه مجموعة من المدربين وخاصة هؤلاء المدربين الفرنسيين ميشيل دوسيي هيرفي رونار دوسابر المدرب منتخب مصري رغم كل ما يقال عنه وأيضا يقوم بأمل هناك اختيارات يمكن أن نتفق معه ويمكن أن نتفق معه ولكن النتيجة هي في صفه مدام منتخب مصري ينتصر فهو في نهاية المطاف النتيجة تقنع لها جميعا النتيجة بتقنع بتقنع النتيجة بتقنع نتيجة مقنعة حتى مع الأداء غير مقنع أنا بكسب أكيد حضرك طبعا يعني أكثر مني خبرة شفت مورات المنتخب المغربي تحديدا عشان حضرك طبعا مغربي شفت أكيد مدربين مروا على حضرك كانت نتائجهم إيجابية لكن أداءهم غير مقنع تماما هل استنيتوا عليه ولا عارفين أنه كده كده كان هيجيه الوقت ويقع لا الإعلام لا يمكن أن يسمح لا أنا باتكلم كمنظومة رياضية في الاتحاد المغربي كيف أعلانه؟ لا سمع الاتحاد المغربي في تجاربه السابقة لم يقوم بأي ردة فعل متسرعة لا بد أنه هناك تجارب هناك تجربة مع مدرب ابن البلد اللي هو محمد فاخر كنا أول متأهلين إلى دورة غانا 2008 أول منتخب إفريقي يحجز تذكيرة المشاركة في دورة غانا 2008 هو المنتخب المغربي تمام بعدها بأسابيع قليلة سمعنا خبر قالت المدرب وتم الإتيان بهندر ميشيل رحمة الله عليه ليه بقى؟ كان هناك عدم اقتناع بطريقة العمل ولكن في ناية المطاف ذهبنا إلى غانا وقصينا من الدور الأول عدم اقتناع؟ وخرجنا من الدور الأول إذن ماذا بعد التجربة أتباتت بأن القرار لم يكن قرارا منصفا قرارا محترما كان قرار متهور لا يعقل أن مدرب أنت وضعت فيه اتقا أنا دائما كإعلامي أتساءل كيف يمكن لمسؤول اختار بمحدة إرادته؟ من اختار هذا المدرب؟ من اختاره الجمهور؟ جميل قوي قوي من اختاره النقاط؟ أنا عارف هتكلف لي أنت كمسؤول أنت من اخترت هذا المدرب؟ بالضبط ولي دالك يجيب أنت تحمل المسؤول هذا الاختيار هو مبني على ماذا؟ مبني على معايير مبني على الشروط مبني على رؤية ينفعش أختارك شهرين ثلاثة ومشي؟ لا يمكن أنا أأتي بيك وبعد أسابيع قولك بأنك تم مدرب يجب أن يختاره يبقى مبني على حاجات محددة جداً زي ما حدارك بتقول معايير وقصص تماماً وسيفي كويس جداً وغير السيفي كمان فيه مدربين بعدها سيفي كوي جداً لكن بيجي كده ده اللي أنا بكلمه حدارك فيه اللي هو كسب بطولة الدنيا كنتماشية معاه لكن أنا أهم حاجة عندي مثلاً إقناع إن هو يقنعني تماماً لأن لما بتبني كويس هتكسب هتكسب لكن لما بتكسب من غير إقناع هتقع هتقع صحيح صحيح وأنا جيلت كلموداج لمنتخب مصري أغيري ما عندوش تجربة على الساحة الإفريقية بتؤمن بموضوع التجارب الأفريقية والأوروبية والأسياوية أمان أنت شوف المدربين النجحين جمال بالماضي هو جزائري مع المنتخب جزائر هيرفيرونار فاز بكاس إفريقيا مرتين مع الزامبيا ومع الكود ديفور وغادي في مصار جيد فأعتقد بأنه حتى التجربة الإفريقية يكون عنده دور تكون عندك معرفة ولو عن بعيد فأعتقد بأن أغيري كان متذبع لكرة القدم الإفريقية أو كان منشغلا بها أو يشاهد مباريات لكرة القدم الإفريقية للأندية أو المنتخبات ولكن هو كمدرب لأول مرة يأخذ تجربة في إفريقيا أعتقد بأنه ستكون تجربة مفيدة يا رب أنا مفيدة ولا خوف لا خوف أنا أقولها المنتخب مصري سيتأهل إن شاء الله إلى ربع النهاية نحن كلنا أمل والله كلنا أمل أن هوايك هذا ليس استخفافا بمنتخب جنوب إفريقيا لا منتخب جنوب إفريقيا منتخب جيد ولكن المنتخب المصري أعتقد بأنه يمتلك المقومات التي ترجح كفته لكي يعبرها إلى ربع النهاية جنوب إفريقيا خسر من المغرب وخسر من كودي فور يعني برضو فرقتين مش سهلين تماما لما أجد قيم جنوب إفريقيا كنت أتكلم في الإنتر قبل ما حدث تشرفني أن أنت تلعب التالت المجموعة ده مش حقيقي في المعنى الواقعي أن أنا بلعب جنوب إفريقيا خسرنا من من منتخب قوي جدا اسمه المغرب من منتخب قوي جدا اسمه كودي فور حتى لو كسبت نامبيا لكن أنت برضو قدمت أداء مش مقنع أوي وكسبت برضو مكسب مش مقنع أوي فالمباراة شكليا سهلة لكن في الملعب وفعليا لا مش سهلة أنت جبتني المباراة جنوب إفريقيا لا أتفق معك أتفق معك ولكن هذا كله لا يعني بأنه المنتخب المصري مهدد بالخروج لا المنتخب المصري قادر شوف المنتخب الذي يحترم المنافس أعتقد أنه منتخب سيحقق الهدف الذي يستطره منتخب جنوب إفريقيا كان يستعد لحزم حقائبه والعودة إلى جنوب إفريقيا فهو كان محظوظا حتى كان مع التوارث الذين تأهلوا إلى تدمن النهاية وهذا سيشكل حافز لمنتخب جنوب إفريقيا ولكن شاهدنا منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الثالثة ضد المنتخب المغربي لم يكن مقنعا لم يكن مقنعا أنا شفت المنتخب جنوب إفريقيا مع الكود ديفور ومع ناميبيا كان أفضل مع المنتخب المغربي كان مستواه متدد ويمكن أن تقول بأنه خط تماما طريقة وخطة تلاقي المنتخب المغربي هي التي شلت حركة المنتخب جنوب إفريقيا وإذنك فهو منتخب سيحاول أن يرفع التحدي أما منتخب مصري عايز أسألك على رونار أسئلة كثيرة جدا بس إحنا لسه متفقين أن في أسئلة بقاش وقتها عايز أسألك هل هو أقنع ما أقنعش هل هو مدرب ممكن يمشي ما يمشيش بس لأ خلينا نتكلم فيها بعد الهواء مرحبا عشان لازم كل إجاباتك أكيد تبقى إجابية عشان الدوافع أنا مقدر جدا لكن خلينا نقول مباراة في المغرب وبنين برضو على الورقة سهلة لكن مفاجآت دور الستاشر لازم كلنا نخلي بالنا ولازم نعمل حساب شايف المباراة تكون إزاي هاي يكون منتخب المغرب شكله إزاي نجومه هاي قبل المباراة دي إزاي وشوف المباراة لمغرب البنين مباراة أن تكون سهلة لماذا أولا المنتخب البنين كان يلعب في مجموعة صعبة كان إلجاء جوار الكامرون وغانا الكامرون فاز في كاس إفريقيا خمس مرات غانا فاز في كاس إفريقيا أربع مرات فهذا المنتخب رغم صعوبة هذه المجموعة تعادل مع الكامرون وتعادل مع غانا وكان بإمكاني أن يكسب ضد غانا أن تأتي المباراة بهدفين لمثلهم فمنتخب بنين رغم أنه يشارك للمرة الرابعة في نهاية كاس إفريقيا للأمم منتخب ما عنده تجربة على ساحة إفريقيا ولكن منتخب قوي وهيرفي رونار هو يعترف أيضا يقول بأنه سنواجه فريق مرضم على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم وذلك أعتقد بأنه المنتخب البنيني لن يكون بالمنتخب السان المنتخب عنده لاعبين أعتقد بأنه سيشكل سيشكل صعوبة للمنتخب المغربي وأعتقد بأنه عندما نضع المعطايات على الورق فالمنتخب المغربي هو الذي كفته مرجحة المنتخب المغربي هو الذي سيكون بالذي أتكلم فيه ولكن المنتخب المغربي يجب أن يبدل جهود كبيرة ويجب أن يحسن أيضا أداءه وأن يستعيد بالطريقة المطلوبة لهذه المباراة لما مباراة فاصلة منعا للمفاجئات تماما مباراة فاصلة تلعب في 90 دقيقة نحن نواجه هنا منتخب البنين في 2004 في دور المجموعات انتصرنا عليه بأربعة أهداف لصفر في آخر مباراة من مباراة دور المجموعات والمنتخب البنين غادر كأس إفريقيا في تونس بصفر نقطة بالزبط بالزبط اليوم نحن نواجه منتخب تأهل بثلاث نقاط وفي مجموعة صعبة إذا أعتقد بأنه منتخب يستحق أن تضرب له ألف حساب المنتخبات اللي بتبقى فيها نجوم كبيرة يعني بحاجة مثلا زياش مثلا في المغرب محمد صلوح في مصر بيبقى صعب التعامل معاك مدرب لا لا أعتقد بأنه أنا أعتقد بأن هذه مسألة إيجابية هذا ما فيه منتخب يكون عندك لعب مثل محمد صلح أو مثل حكيم زياش أو مثل رياض محرز بالأكس فهذا أعتقد بأنه هذه قيمة مضافة هذه قيمة مضافة وأعتقد لو سألت أي مدرب وقلت له هل تفضل أن يكون عندك في مجموعة نجوم متألقين أو تريد مجموعة لها عادية أقول لك لا بتحتاج زكاء من المدرب في التعامل زكاء وبعد نظر وحكمة وتبصر لأنه دائما المدرب هو أقرب الناس إلى اللاعبين المدرب في بعض الأحيان يقوم بدور المعد المدرب الدهني يكون قريبا يقوم بأعمال يجب أن يقوم بها طرف آخر الجانب الدهني والنفسي وهنا تكمل حنكة المدرب المدرب يكون قريبا اللاعبين وأعتقد بأنه النجومية هناك دائما نسمع ضريبة النجومية وأعتقد بأنه عندما يكون عندك نجم كبير مثل محمد صلاح أو حاكم زياش أو غير الملاعبين هؤلاء اللاعبين يجب أن تستثمرهم وأن توظفهم في اتجاه البناء واستثمار هذه الطاقات لخدمة المجموعة حتى تكون عندك مجموعة متجانسة ومجموعة متضامنة ومجموعة ترتكز على نقران الدات لا يهم من سيلعب المهيب هو أن تتضاف الجهود من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضية الملعب أكيد هو سؤال برضو يعني مشواته بس أنا عايز أعرف يعني لو حتى خطوط عريضة ازاي تتعاملتم مع أزمة مبارات الترقية وأعدتها أنت الآن تطرح سؤال متعلق بالفار وأنا عندي تخوف من أن الفار الذي سيعتمد بداية 8 ربع أكيد عاملنا مشاكل أنا أتمنى أتمنى أن أكون مخطئا أنا عندي تخوف من اعتماد تقنية الفار ابتداء من ربع النهاية تخوف من إيه؟ مشاكل ممكن أن تحدث مشاكل مع أنه أفراد الطبيعي العكس اللي يحصل عزيز أبطلطي هو شوف تقنية الفار هي جاءت لتساعد الحكام بالضبط لتقدم لهم المساعدة لترسيخ مبدأ تكافل الفرص ومن أجل إعطاء الحقوق لأصحابها ما حدث في مباراة الوداد والترجيف خاصة في ملعب رادس أمر مخجل أمر مخجل لا يليق بصورة وبصمعة كرة القدم أعتقد عندما تأتي إلى المغرب وتلعب مباراة الدهاب في ظروف جيدة من ناحية تنظيمية هناك اعتماد لتقنية الفار وتذهب إلى مباراة الإياب فتصدم أو تتفاجأ بغياب تقنية فيديو الحكام المساعدة هو جهاز موجود جهاز موجود هناك تساؤلات مشروعة هل هناك تحايل هل هناك سيناريو محبك فقط من أجل رد رمض على العين هناك أسئلة كثيرة مشروعة طرحت أنا داك وإذا كعتقد أنه وقع يجب أن يستخلص منه الكاف الدرس لأن ما حدث أمر بالفعل لا يشرف كرة قدم إفريقية ولا يساير حتى الهدف من اعتماد هذه التقنية فحتى الأهداف المتوقعات نحن أسأنا إلى هذه الأهداف إذا كعتقد بأنه ما وقع نتمنى أن لا يتكرر وأن يتم تصحيح ما وقع ونتمنى أنه في ربع النهاية الكاف الآن استعانت بمجموعة من الحكام من أوروبا خاصة من إسبانيا عندهم تجربة في اعتماد تقنية البار نتمنى أن هذه التقنية التي تعتمد انطلاقا من ربع النهاية أن تساهم في إعطاء الحقوق لأصحابها وأن تساهم أيضا في توفير أجواء التنافس العادل بين جميع المنتخبات نأخذ إيجابياتها تماما عندها إيجابيات كثيرة عند السلبيات لا تعملت عشان فيها سلبيات هناك سلبيات ولكن إيجابيات أكثر من سلبياتها توقف المباراة وكذا لمدة معينة من الوقت أي في الآخر تماما بالضبط يعني أنا أبقى مقتنع خلاص أنا اقتنعت بكل حاجة دربة جزائق مش دربة جزائق كرة جات قول ما جاتش جول أكيد فيه حاجات كتير جدا وشفنا في كوبة أمريكا تم اعتماد موقعوش مشاكل خالص وشفنا المنتخبات تقبلت في النهاية قرارات الحكام بصدر رحب بالضبط وانتمنى هذه التقافة أن تسود عندنا في إفريقيا يجب أن نحترم قرارات الحكام عندما يذهبون ويشاهدون إعادة اللقطة في الشاشة هم حكم حكم الساحة وصحب القرار في النهاية هو الذي سيقرر إذا كانت دربة جزاء مشروعة أو غير مشروعة هدف مشروعة هو الحكم هو الذي يتحمل حكم الساحة هو الذي يتحمل في نهاية النطاف المسؤولية أكيد أكيد قل لي الأبرز اللاعبين اللي يكونوا مؤسرين أو إيجابيا في الأدوار المقبلة هناك مجموعة من اللاعبين ففي المنتخب مصر كما أتلفتك هناك محمد صلاح هناك تريزيقي في المغرب هناك حاكم زياش حاكم زياش الذي يتميز على الخصوص في الدربات التابتة وبالتمريرات لعب ممتعة تماما تمريرات محكمة عندك الرياض محرز عندك ماني في السنغال هناك مجموعة من اللاعبين ولكن أعتقد أنه اللاعب الجماعي هؤلاء النجوم إذا لم يكونوا يمارسون أو يلعبون في إطار قالب جماعي لا يمكن للعطاء أن يظهر ولا يمكن للعطاء أن يفرز أن يعطيه التمار المرجوة منه إذاك أعتقد بأنه اللاعب الجماعي هو الفيصل في نهاية المطار أكيد نشوف نحن المنتخب المغربي لما يلعب بطريقة جماعية يكون أداوي أفضل عندما تطغل الفرضيات وكل واحد يريد أن يلعب لنفسه أعتقد بأن هذا يؤثر على عطاء المجموعة أنا معك جداً بس ساعات بتحصل العكس بقى أن أنا مثلاً كمحمد صلاح مثلاً أنا عايز ألعب جماعي لكن الفرق مصممة أن يلعب لي فاللعب بيظهر في الشكل العام أنه هو لعب فردي كله عايز يدي لصلاح عايز يدي لزياش عايز يدي لمنية عايز يدي للمحرز فبتشوف الدنيا في الآخر أنه هو بتعتمد على لعيب واحد مع أنه هم اللي فرضين عليها كده ولكن محمد صلاح هو العيون المتربس به نشوفه المدافعين شفناه في المباريات فأكثر من اللاعب قبل ما تأتي الكرة عند صلاح تجد ثلاثة لاعبين أو أربعة لاعبين يحاصيله محمد صلاح محمد صلاح كاسم وأي لاعب يتمني يلعب بجوار محمد صلاح لدينا مثل شعبي كده بيقول اللايار اللي ما يصيبش يدوش تماماً فحتى لو هو محمد مش فرموته فهو شاغل اللي حواليه تماماً خارق بالبالة غير مرتاح دائماً يفكر في محمد صلاح فهذا الإنشي غرب محمد صلاح والذي يفتح طريق للاعبين آخرين لكي ينجزوا المهمة على أحسن وجه أكيد أكيد أقول لي لو هترشح فرقين بصرف النظر بقى مغرب أو مصر يعني حضرك في عينيك حضرك شايف مين أقوى فرقتين ممكن نشوفهم في الأدور النهائية أو الدور النهائية وصعب صعب أنا استطيع أن أقول بأنه أمنيتي أتمنى نهائياً مغربياً مصرياً طيب شايف الجزائر إزاي منتخب جيد في بصمة للمدرب جمال بالماضي مدرب كف مدرب مقتدر يقوم بعمل كبير أيضاً هو من المنتخبات فأنا لا أستطيع أن أقول لك بأن هذا المنتخب هو الذي سي هذا المنتخب أو ذلك المنتخب سيكونني طرفي في النهائي صعب لا أستطيع ولكن هات المنتخبات اللي هي مصر والمغرب والجزائر والكامرون والسنغال كل هذه المنتخبات مده غشقر ممكن لا يمكن أن السهين بهذين المنتخبين مده غشقر وأوغاندا وأيضاً كونغو الديمقراطية هناك ممكن تحدث المفاجأة ممكن تحدث المفاجأة صحيح الذي سيحسم في كل هذه الأشياء هو عنصر واحد وعنصر التجربة عنصر التجربة والذي سيحسم في هذه الأمور ولكن أعتقد بأنه مده غشقر شفنا المباراة الكبير لأدتها أمام نيجيريا كيف كانت قوية في جميع المباراة ديرا منتخب جيد منتخب يستطيع أيضاً ذا أوغاندا sekونغو الديمقراطية وعنقول أيداً الكنغو الديمقراطية ولكنت فقد هي منتخب جيد بالضبط الكرة العربية إليهاπό من الكرة الأفريقية؟ الكرة القدمة العربية في تطور حجم تطور الكرة الأفريقية؟ لا.. هي أفضل أنا أعتقد بأن الجرة القدمة العربية جميل آو ننشوف thankful people تراجع مستواها كثيراً الكاميرون أيضا تراجع مستواهم يلا شفناهم في المدة الأخيرة في دورة القابون راجعوا من بعيد بعد أن فقدوا الشيء الكثير ولكن أعتقد بأن كرة القدم العربية هي أيضا تمضي في التجاه الصحيح والآن كرة القدم في جنوب السحراء هي في تطور ممكن هناك سرعتين مختلفتين لأنه من يعتبر نفسه متأخرا يحاول أن يجتهد أكثر ممن يعتبر نفسه وفي مستوى معين ولكن أعتقد بأنه هذا بالعكس هذا يفرض على منتخبات شمال إفريقيا أن تجاهد وأن تطور أساليب عملها لأن منتخبات جنوب السحراء هي أيضا تتطور ويمكن أن تلحق بها ويمكن أن تنهي الهيمنة فآخر فوز لمنتخب من شمال إفريقيا هو المنتخب المصري في 2010 منذ سنة 2010 لم يفوز أي منتخب من شمال إفريقيا ومنتخب كاسي أفريقي الأمام ولكن نتمنى أن دورة 2019 يكون فيها استعادة لهذا الدور الطلائعي لأحد منتخبات شمال إفريقيا يعني آخر سؤال أسأل لحضرتك كان لوقت مرة ما حضرتك بسرعة جدا ما تتمنى للرياضة العربية والأفريقية بفعلا أتمنى للرياضة العربية والإفريقية كل ازدهار لدائما أنا أقول بأن الرياضة هي عامل مهم في توطيد وتعزيز العلاقات بين الشعوب وبين الشباب الرياضي الرياضة هي التي تستطيع أن تحقق هذا التقارب أن تحقق هذا التعارف الرياضة هي التي تستطيع أن تذوي بالمسافات وأيضا أن تلغي مثل النظر السيئة للآخر تجاه غيره الرياضة تبني الرياضة توطد العلاقات وتخلق الثقة وأعتقد بأنه في الرياضة نتعلم أشياء كثيرة نتعلم حب الآخر نتعلم معنى التسامح نتعلم أيضا معنى التعايش ونتعلم أيضا بأنه المباريات لا تنتهي يمكن أن تفوز علي اليوم وتنتهي المباريات ولكن بعد مدة قصيرة يمكن أن نلتقي مجددا الرياضة تجعل العلاقات تستمر بغض النظر عن النتيجة نورتني وشرفتني ومشاء الله عليك وجهة مشرفة بجد جدا ونورتنا في بيتك الأهلي وأكيد في بيتك مصر وأنا سعيد وأنا سعيد بالمشاركة معكم في هذا البرنامج وأتمنى لك كامل التوفيق والنجاح وأتمنى لقناة الأهلي مصارا مصدهرا بإذن الله وأتمنى أيضا لنادي الأهلي كل التوفيق والنجاح إن شاء الله شكرا جدا لحضرتك شكرا أستاذ عبد الرطيف المتوكل ناقض الرياضي المغربي ورئيس ربطة الصحفين راديين بالنغرب كان ضيفنا هنا في قناة الأهلي وحاجة جميلة جدا أكيد استمتعت بالحوار زي ما أنا استمتعت به تماما بعد الفاصل يكون معكم الزميل العزيز محمد سعيد والنجم الكبير كابتن باد الرجا باستنوهم ودائما بشارة فيكم ومعالف سلام بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جماهير النادي الأهلي العظيم الشعب المصر العظيم بالتأكيد الحدث خلال الفترة الحالية عندنا حدثين مهمين استمرار النادي الأهلي في فترة الإعداد والاستعداد للموسم الجديد والاستعداد من خلال معسقر سينطلق بإذن الله بعد جد في أسبانيا خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى ذلك في نفس الفترة منتخذ الوطن بياخد مرحلة مهمة جدا في مشوار كأس الأم الإفريقية كان مصر 2019 وقدا بإذن الله انطلاقة مباريات تدور الستة عشر وبالتالي للحديث عن كل هذه المواضيع الهمة اللي بالتأكيد بتشغل الرأي العام القروي في مصر وخارج مصر خلال الفترة الحالية بشارتنا النهاردة نجم نجمي مش عادي نجمي كبير جدا أولا أنا بتشرف أننا النهاردة موجود معاه وبحاوره لأنه أحد النجوم السابقين في النادي الأهلي جيلي التمانينات وجيلي التسعينات سطر تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي وفي نفس الوقت كمان اكتشف نجوم لفترات طويلة زلوا حتى هذه اللحظة نجوم الصف الأول سواء وهم بيلعبوا في النادي الأهلي أو حتى لما انتقلوا في أندية أوروبية أو حتى داخل الدوري الممتاز نجم متقلق مش في مصر بس لا كمان في الإمارات العربية المتحدة في دور الخليج العربي وجوده مع نادي الجزيرة الإماراتي على رأس القيادة الفنية لإدارة قطاع الناشئين والبرائم واكتشاف كمان المواهب في نادي الجزيرة الإماراتي حدث بالتأكيد مهم جدا لأنه أحد أبناء النادي الأهلي لما يتبوأ منصف زي ده في الإمارات وفي نادي الجزيرة فبوظبي حاجة بالتأكيد نفتخر بيها ضيفي وضفكم الكابتن بدر رجب كابتن بدر منورنا ومشرفنا أنا متشكر أول من ده نورك يا حبيبي وأنا سعيد جدا بوجود معاك ونادي الأهلي وجميعين من مصر بصفة عامة وكتير أول أنت قلت علي ده خالص كابتن بدر بالعكس لا إطلاقا بصراحة من الناس اللي بنعتز بيها جدا ووجهة مشرفة لنا في الإمارات كمان الله يخليك حبيبي تسلم ده من زوء أجبس ربنا يخليك محمد أخبار الكورة إيه وامتابعة الكورة ووجودك في الإمارات بالتأكيد اشتركوا في القناة 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 عندنا خامات كويسة مش نقص اكثر ان انت تكتشف وتتعب وعندنا مدربين كويسين يا محمد اللي انا عايز اوصله لك اللي نفس اتكلم فيه معاك النهاردة بيدي عن اي حاجة ان احنا عندنا مدربين كويسين كفانة اسماء كفانة ورقة كفانة كمبيوتر انا مش ضد العلم بالحكس انا لغاية دلوقتي بتعلم ولغاية دلوقتي بذاكر ولغاية دلوقتي بادرس رغم ان انا بقالف التدريب 26 سنة 26 سنة مرنت 3 سنين درجة اولى فرقة كبيرة وبعد كده اشتغلت عشر سنين في النادي الاهلي والباقي اشتغلت في الامارات فانا امتلق خبرات كبيرة جدا في البراعم والناشئين وحتى الفريق الاول لكن انا متخصص في قصة الناشئين والبراعم وده اصعب انا خدت التالي الصعب لان ده مش كل الناس هتجري عليه كل الناس عايزة تجري فوق فانت ممكن تنجح وانت تحت وتبقى اقوى من اللي فوق مش كده ولا ايه لكن تتميز فاحنا عندنا مدربين بس الناس تبعد شوية عن المناصب تبعد شوية عن الاختيارات اللي هي يبقى هاتفة يبقى انا جاي بواحد يشتغل يناسب المرحلة السنية وده اللي وقع عندنا محمد الكرة عندنا في مصر الفتر الاخير المستوى الفني في الكرة مش زي الاول ليه انت عندك مدربين مثلا في البراعم والناشئين عندك مثلا محمد السيد عندك جمال السيد عندك سعيد المصري عندك مثلا على فتح عندك طرق الشيبة عندك فيه مدربين انا عرفهم بالاسم انا عرفهم بالاسم مدربين يقدروا يبنوا اه اجيال للمصر مش لاندياتهم بس بس الناس الناس تدور عليهم الناس تروح لهم الناس دي اللي بكلمك عليهم هم تقول لي من حاتف الصخر انت حارف محمد يعني ايه الجب العيب عنده ست سنين ولا سبع سنين تنتقيه وتختاره ايه اللي معيوله واحد بيجرى القرة ايه اللي شفته في العيب عنده ست سنين عشان تختاره ما هو انا بقى حكي لك اهو اه لازم تمتلك من العلم ومن الخبرات الاكتر بقى في السن ده لان العلم عليك كبير على اللي ظهر قدامك على اللي بقى قوي فتجد تقول عنده قوة عنده سرعة عنده مهارة عنده فكر عنده تاكتك باين قدامك في الملعب لكن اما تيجي تمتلك ولد صغير ايه المعايير اللي هتمتلك عليها اذا ما عندكش خبرات تواكب الخبرات العلمية اللي عندك تواكب الخبرات العملية هتفشل جدا في اختيارك وده كان الفرق بيننا وبين اي حد انك بتشم اللعب الصغير بخبراتك بقى الجزئية دي هاختم بها حوارنا لان الجزئية دي عايزة تفصيل على وحدها ندوس فيها بشكل اقوى لكن حراجة ذكرتلي جزئية مهمة جدا المدرب الوطني الستاشر منتخب اللي اتأهلوا الدور الستاشر تمانية منهم بيدربهم مدربين وطنيين وانا لا اخفى عليك سرا وكل المشاهدين بيتابع البطولة الافريقية في منتخبات افريقية كبيرة ابتدت تغير المدرسة او الفلسفة في اختيار المدير الفني يعني كودي فور لما بتعتمد على مدرب وطني اسمه براهيمة قمارة اشتغل ناشئين وشباب ومحليين ومنتخب اول منتخب السنغالي اخر ثلاث سنين مع ايو سيسي وهو نجم منتخب السنغال في الجيل الزهب اللي كان بالعمام مزبوط ابني على ده كمان منتخب غانا اللي يام اعتمد على مدربين المان ومدربين فرنسويين كواسي ابيع ابن البلد هو اللي بيديري الفرقة القصة اختلفت فوجيت نظرك في فكرة ان تمانية مدربين وطنيين قدام تمانية مدربين اجانب في دور الستاشر والمدربين وطنيين احسن والوطنيين عملوا نتائج في البطولة السنة دي افضل احسن مش كده وليه بقى كمان لا انا شانسة كمان ده عبرز مدرب في الدور الاول بعد اختيار الاتحاد الافريقي جمال بالماضي جزائري 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 بالزبط مواطن ومش مواطن مواطن جزائري الفرق بيننا وبين الاجانب ان احنا كنا بنجيه مكتب من حقه يعني انت تجيب اجنبي تعمله كل حاجة تجيب مواطن تعرقله كل حاجة فهنا سبر النجاح متوفرة وهنا سبر النجاح معقدة لازم عندك تبقى صبور تبقى راجل عندك خبرات تبقى راجل عندك طموحة تنجح ما بتقعش من اول اول حاجة بتيجي قدامك ما بتقعش ويف على حيالك تملي على طول عندك جديد على طول عندك حاجات حديثة بتطلع وبتقرأ وبتذاكر وبتجيب بالزبط فبالتالي المدرب الوطني بالزبط في المنتخبات احسن واقيم بكل حاجة هقولك ليه المدرب الاجنبي اي معلومة بيقولها عن طريق مترجم واحنا حضرنا في مصر هنا مترجمين بقى مدربين بقى مدربين ما بيوصل لكش المعلومة زي ما الراجل بيقول بيوصلها بشكل الفني اللي عايز يقوله بيوصلها بيحب محمد فيوصلها له كويسة قوي ما بيحبش بدري ووصله له مع القادة ومالفوفة متلفة كده جايلك سلو بص عارف انت المكاهرة بدأت وقفة تطول منك بالزبط كده وده حصل في المنتخب التونس على فكرة حصل على انجريس المساعد بتاعه برافو عليك احنا عندنا المعلومة للمدرب الوطني وصلها لك بقلب حتى في النشيد الوطني لو انت لاحزت الاجانب ازاي بتحكوا علينا انت الراجل اللي قبل ااجيري كان كوبر كان بيقوله نشيد الوطني معانا مدى اهمية انك تزرع الحماس من اول نشيد الوطني بتاعك عشان توصل لعيبتك اننا معاك اننا معاك تلما ما بقى اولى المدرب المصري وعندنا نجاحات من المدربين المصريين ومين نجح بالمدرب المصريين مش كابتك جوار نجح مش كابتك نحسش حتى نجح بالزبط مين نجح عندنا ولا مدرب اجنبي نجح غير مايكرو سيميس بس مفيش حد التالي نجح تعهو الكوبر اللي كاس العالم يعتبر نجح بغد النظر لداء انا بتكلم في التاريخ هيقول ان مواصل راح تكاس العالم 3 مرات 34 طبعا الجيل الحال مش هيفتكرها اوي لكن بتكلم في 90 و2018 مين اللي وصلها في 90 90 90 كابتن جوار تم عملها يابليه كابتن جوار المشكلة اللي الحمو يعني المحوم العظيم القادير الكابتن جوار انت سألة توصل كاس عالم بس تعبنا بقى تمثيل مشرف عايز اداء تعبنا تمثيل مشرف يا محمد انت عندك 20 محترف و22 محترف كل مرة تقوله تمثيل مشرف كل مرة تطرع من دور الاول وكل مرة فرق عربية تكسبك لا احنا عندنا من القدرات ان احنا نتأهل سهل جدا القصة سهلة جدا يا محمد ان انت تنقي لعيبة تنطقي لعيبة تناسب اسلوب ادائك وخطة اللعب بتاعتك فلسفة اللعب اللي انت عايز تلعب بيه اه تناسب الاسلوب بتاعك طمام هتبتدي من تحت هتعمل برنجة أب هتبتدي تلعب من نصف الملعب هتعمل اختراكات هتستغل الاجناب نوحي لجمية في النوحي الدفاعية هتلعب زون هتلعب تلتين ملعب هتدايق المساحات وتقرب الخطوط محتاج تنقي لعبة متفصلة على طريقة لعبك واسلوب لعبك انما مش مش اي واحد مش اي واحد يمفع يلعب منتخب مصر على فكرة يعني في لعبة كتير جدا محليين كانوا موجودين بيلعبوا دلوقتي احنا زعين او عليهم لغم انهم في الدولة المصري عمالك عمالك في المنتخب مش موجودين فمش اي حد يلعب يمثل منتخب مصر خبرات ومشاركة دولية مسافة عدد مباراة كبيرة خلينا مع الحداك قلتوا بتاع الاجانب والمواطنين انا مع الاجانب انا مع الواطنين انا مع المواطن مية في المية مع المنتخب في دور الستاشة منها يكون ليه الغلبة تمانية تمانية لما توصل دور التمانية تتوقع المنظر او المشهد يبقى ايه ايه هتبقى تعاعدوا لما بين مواطن وما بين اجنبي على فكرة يعني هتبقى تمشي كده يعني تمشي اربعة واربعة واثنين واثنين واحد واحد اصلا المنتخبات العربية لما المنتخبات العربية بتاخدوا الخطوة دي مفهومة في الخواجة عودة الخواجة تبقى مفهومة لكن أنا بالنسبة لي في البطولة دي في درس لازم أستفيد به ملاقي السنغال وكوديفور وغانا سلاسة منتخبات إفريقية من عمليقة الكرة في إفريقيا بتعتمد على المدرب الوطني لا أكيد الفلسفة في الاتحادات دي اختلفت عن زمان الإسراجية غيرت فلسفة الاتحادات تغيرت أنت المدرب المواطن أولا تكلفته قال مزبوط وتوصيل المعلومة أحسن بس هل بقى عندهم خبرات؟ ومعرفت أكيد في خبرات بقى له كم سنة شغال بتاع السنغال قال ليو سيسيك المساعد لأكتر من مدرب أجنبي كمان سيسيك بقى له كان بقى لوقت دي بيتحضر بقى لوقت دي مهو أنت كمان ما بيجيب أجنبي يا محمد ما بتستفدش منه أنا ما بيجيب أجنبي يوعد عندي ترات أربع سنين عشان يبقى بتوله أو يوصل نجاس عالم لازم أشغل معا ترات أربع مدربين بقى أهلهم يبقى بدول نواة للمنتخبات اللي تحت واللي فوق بالضبط لازم ما هو أنت لازم تتعلم من أخطاء لازم نتعلم من أخطاءنا أنا ما بيجيبش مدرب أجنبي أديله ربنا يزيده ورب يباريك له في اللي بياخده وما استفدش منه كمصري لازم أشغل معا تنين تلات أربعة إيه المشكلة أن أتعلم منه تعالى ما أنت جايب كيمة وقامع ومدرب لإسم إيه المشكلة أن أنا كمصري أتعلم منه على الأقل أتعلم منه التنظيم على الأقل أتعلم منه الفلسفة أتعلم منه السلي�ية أتعلم منه خطة صح أتعلم منه طريقة الأداء المعاملة مع اللاعبين اكتشاف اللاعبين إزاي بتختار اللاعبها دي عشان تلعب على الأقل أتاخد منه حاجات التجارب دي حتاخد منها خبرات والخبرات دي هت Ок paraępين على منتخبات المصرية منتخبات الوطنية منتخب الناشئين منتخب البرائم ما ده اللي حصل مع منتخب كوديفوار إبراهيمة كامارا مسك الناشئين أي بعد كده أكمل شباب مظبوط بعد كده مسك المنتخب اليفواري في بطولة الكاس الأولم الأفريقية المحليين تمام فجأة منتخب الأول تدرج ده اللي بحكي لك عليه وليه شخصية كمان أه تدرج وبعدين بيأدي مش يلقى من حاجة ومعندوش مشكلة مع النجوم ممكن نيجب ميوضع عندك ما هو نيجب ما هو أنت كمان أما بتقول الكابتن حسن الشحيط العظيم ده أما يجي واجه واحد ده الكابتن حسن مش وحد أي كلام مش هيجي واجه واحد يرد عليه زي ما شفناه قبل كده أنا مش مقتنع بطريقة اللعب أنا مش مقتنع بالأداء اللي أنت بتقديه أنا إزاي يقعد احتياطي ما فيش الكلام ده لأن المنتخبات بتتجمع في فترة محمد قليلة فيبقى عندك الألفة دي موجودة مهمة الانسجام ده مهمة جدا تبقى الألفة دي موجودة الألفة دي هتخلالك الانسجام والروح القتالية بين اللعيبة تخاف على زميلك تخاف على بلدك تخاف على منتخبك تخاف على جمهلك تبقى زعلانة إنما قصة أن أنت اخطف وجدي دي لأ مش هتبدأ تستمر مش هتستمر الكرة المصرية أو الجمهور المصرية ما بيعجبهاش حاجة إحنا ما بيعجبناش حاجة إحنا عايزين نتيجة وعايزين أداء إذا جبنا نتيجة بدون أداء نزع إذا جبنا أداء بدون نتيجة نزع نزع فإزاي تعمل التوريفة دي عشان تعمل نكس بالاتنين تعمل أداء كويس ونتيجة كويسة تمام إن شاء الله في دولة الستاشر ندار نعمل كده إن شاء الله يا رب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وإحنا من الكلام على التجارب الكبيرة لمنتخبات الإفراغية الكبيرة هرق زقارة منتخب بنين وعايز أتكلم على منتخب مدغشكر منتخب مدغشكر المزير الفني اللي معاه مدير فني فرنسي ما اشتغلش في أي دوري ممتاز أو محترفين أو درجة تانية حتى في فرنسا بدئ من تحت وماسك المدير الفني منتخب مدغشكر آخر حوالي سنتين ثلاثة مظبوط واللعابة اللي معاه كلها بتلعب في الدرجة التانية والتالتة في الدوري الفرنسي مظبوط نسبة النجاح عنده إزاي واصلا للمرحلة دي وإنه يكسب نيجيريا 2-0 هو أولا عنده طموح هو كمدرب درقم واحد بما إنه مدرب صغير وعايز يعمل اسم فعنده طموح فبيعمل سبل النجاح إنه يقف على رجله ويقف على حيله من حيث إعداد الفريق من حيث اختياراته للعيبة من حيث الدافع الدوافع لدى اللاعبين اللي عنده أما يجيب لعيب درجة تانية وبعرضه قدام العالم كله عشان يلعب في دوري أوروبي قوي أقوم الدرجة التانية اللي بيعاب فيها فالطموح هنا مشترك بين اللاعب ومن المدرب إذن إحنا نتنين في مركب واحد في خط المتوازم مع بعض ماشين أنا عايز ننجح كمدرب وعمل اسم وإنت كلعيب عايزة تنقل من مرحلة تانية لمرحلة أولى فبالتالي فرق بغشكر هو ده اتفقوا على فكرة واحدة اتفقوا على طموح واحد أنا وإنت عايزين ننجح بالتالي بيلعبه وذلك ده لهم ما عندهبش تغوط يا محمد أنت مش هتقول مغشكر هتاخد بطولة أفريقيا هل كنتم طاقة؟ لا طبع لكن بالأداء ده ممكن تتعبك ممكن تتعب أي فرقة بتلعبها بقت موجودة بقت في دولة 16 ممكن وارد في دولة 80 شوارد بالنسبة كبيرة؟ اللي اكسب لنجاليا 2-0 ده هتلاعب يكون هوا يعني كمال المباراة أكوال أسهل بالنسبة لها أسهل من نجاليا لكن لما تلعب نجاليا وتبقى أنت أنت الليدر في المباراة وإنت اللي مسيطر على المباراة وإنت اللي متحكم في ريتم المباراة لا في حاجة تتريد 90 دقيقة كابتان بيش في حاجة لازم نقفلها لازم نحترم المدرب ده جدا ولازم نحترم اللعيبة دي دي الدوافع اللي بقولك على أم حم إن أنا هنا الدفع هنا عالي جدا أنا عندما أشكر أنا عايزة تنقل لدورة أقوى زي تريزي كي عايزة بعكس لعيبة تانية مع تريزي خلاص أنا وصل للمحلل يعني أنا كده يعني نقدر نقول عنوان البطولة دي بطولة كان مواصل 2019 بطولة الطموح وليست بطولة النجوم؟ لأ بطولة الطموح برفو عليك ده العلوان بتاحة ده اسم جميل اللي انت اخترت بطولة الطموح وليست بطولة النجوم؟ النجوم لغاية دلوقتي محدش فيهم يعني نقول مثلا استار ده يا أخودي عسل لعب لو انت جبت الدول الأولاني مش هتطلع عسل لعب كل مطش بتلاقي واحد يعني مثلا عندنا شبش النغو مرة تريزي مرة سلاح مرة السنغال مالي مش في مستوى جزاير هتلاقي في كل فرقة واحد مرة حارس مرمى مش عارب باك مرة لكن مش كل مرة مثلا تريزي مش كل مرة صلاح وفي المغرب مش كل مرة حاكم زياش مش كل مرة حاكم زياش مش كده ولا يه وفي الجزائر مش رياض محرز بالعكس تلاقي اسمعيل بن نصر وصل المرعب بن نصر أحسن لعيف فيه أحسن لعيف فيه هو حلقة الوصل وهو العالم المفكر وهو كل حاجة في الكورة حقيقة لكن ما تيجي تقول مثلا مع رياض محرز الطبيعة رياض طبعا مش كده ولا يه طبعا لكن دي بتولة بقى تنوح مش ولادة نجوم لا 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 في نجوم تانية طلع غير اللي موجودين اللي احنا بنسمع عنهم في أوروبا هتلاقي نجوم بتشاركك دلوقتي كانت تكون بتلعب معاك فرقيتك الموسم القادم بسبب المستوى الفني والمهل اللي بيقدوه مصبوص فده ده ده فرقة او ده ده بطولة بالنسبة لي انا ببزلي ده بقولك تموح زي ما يكوني بكلمة مغاشكر كده دي بطولة التموح وليس بطولة النجوم طيب المستوى المنتخبات العربية في البطولة بخلاف المنتخبات الافريقية لكن مصر الجزائر تونس المغرب هل المستوى الفرقة العربية في هذه البطولة تصل الى طموحات الوصول للأدوار النهائية والكعب عالي عن المنتخبات الافريقية خلينا نتكلم ان الجزائر والمغرب احسن فرقتين قد و ظهروا حتى الان ظهروا كفرقة عربية طبعا وبعدين تيجي مصر وتونس لكن عشان تقول يوصروا نهائية فرقة ممكن المغرب توصل ممكن الجزائر توصل ممكن مصر توصل ممكن تونس توصل ممكن دوارد لكن تأكيد لا بالمستوى لا الوحيد اللي بالمستوى يقدر يوصل الجزائر شمعنا لان الجزائر تمتلك كل حاجة في القرن تمتلك دكة على اعلى مستوى عمالي الجمال بالماضي شكل لنا منتخب لتصفيات كاسل عناب 2022 في الدوح مزبوط عمل له منتخبين مزبوط انت لو لاحظت الفرقة اخر ماتش لعبوه الخمسة ستة اللي لعبوا الصغيرين اللي لعبوا احسن من اللي بلعبوا اذا انت بتعبت احنا مش عادلين الكلام عن المتخب في مصر كان مفروض ياخد مين عشان يبقى عداد ليه بعد البطولة احنا بقى نتكلم فيها لكن بص جمال بالماضي عمل ايه جابوا ولاد صغيرين بيعدهم ويحتكوا ببطولة افريقية يبقوا موجودين يشوفوا الجو وعمل ازاي ويعيشوا الاجواء عشان ما يجي يرعبون بعد كده ما بقاش عنده مشكلة سواء هو موجودة وغير موجودة بعمل منتخب بلده عمل منتخب بلده ومنتخب تاني وفي عشر شهور ايه كان تبتل منتخب تاني ما هو مطالب شوات راصلي ما هو عنده خبرات كبيرة في وقت قياسي عشر شهور ايه دي حضر تاني عنده خبرات كبيرة جمال بالماضي وشلال في قطر وعنده خبرات كبيرة جزائر اما يجيه منتخب الجزائر فهو مش واحد جديد ده راجل عنده خبرات وخد دورها بالكتاب قطر ولعب في جزائر ولعب في المنتخب ولعب كان لعب تقيل يعني جوان ماضي كان لعب كويس ليه اسمه في جزائر بالتالي عمل لهم منتخب قوي انا بقول ان الجزائر خلال الدور الاولاني هي احسن فرقة عربية قدت في الادوار التامهدية اللي هي قبل دور الستاشر معيار ليها في الادوار النهائية ولا ممكن تبقى فيها مفجأة يعني هنا بتعتمد على تجهيز المدرب للناحية الزهنية والنفسية للعيبة ما يحسش انه هم وصلوا للطب ولا يقدر يحضرهم ازياء الادوار النهائية عشان ما يكونش فيهم مفجأة ما ممكن يبقى محاقل علامة كاملة ويجي قدام منتخب غينيا او اوغندا تلاقي نفسه خرق يطلع لا اعتقد ان الجزائر ما عنده من الخبرات انه هو يجاهزهم من ناحية نفسية للمبرارات القادمة فبالتالي هو عارف بيعمل ايه وعارف يعدي الدودر زي بدايين هو مخافش في المبرارات القادمة ولعب ربعة خمسة يعتمد على ايه حدي فيهم بعد كتا ده غير يا غير يا كابتن بدر تسعة لعيبة اه يعني ربعة خمسة كانوا باديين وغير في وسط المباراة فده نجح للمدرب ان انا بحضر دللي جاي لكن انا ما عندكش لكة ما عندكش لعيب يقدر يلبلك نتيجة المباراة اما تبقى خايف تغير مشكلة كبيرة جدا عارف المفاجأة لايه في مطش الجزيرة يا كابتن بدر وانا باتفرج على تشكلة اللعيبة البديلة لنزلت للعيبة الاساسية قلت هشوف الامكانيات وسط طلفين انا كتن مفاجأة بالنسبة لي اللي هو خدمة انا فزو مطش قدم من الناس ده في نابولي الايطالي معروض خمسة واربعين مليون يورو عشان ينتقل لدور الانجليزي شوف انت بتكاد قاعد احتياطي ونجم في نابولي اذا انت بتهاد يعني البطولة ده مش بتاعتك انا جايبك عشان ورغم ان انت بتلعب في اوروبا هتنتقل لنادي كبير زي ما انت بتقول لكن انا جايبك بعيدك هناك فرق انت بتلعب في اوروبا وهناك فرق كبير اوه تبتمثل بلدك ممكن واحد يبقى سابعك واحد يبقى حسن منك في المكان ده لا في تزمر ولا في مشاكل ولا سمعنا ان في اعترضوا على جمال كابتن جمال من ماضي ولا في اي حاجة على الساحة بانت في منتخب الجزائي بالعكس الناس اللي بتلعب حتى الناس اللي كتبرة لسكور اللي هي بيريحها عمالة شجع في الاعيبة اللي بتلعب فيه وده وفيه اخاء وفيه حب وفيه وفيه احنا جايين لطموح معين عايزين ناخد البطولة بالتالي التركيبة دي ركبين على بعض الولاد دول ممكن تقول ركبين على بعض عشان معظمهم عايش في اوروبا فغير المجنس او غير اللي هو عايش في اوروبا ومحترف من زمان حتى منذ الصغر الجزائيين كده ترعملوهم بيميروا للفرنسا الجزائيين ترعملوهم كده وعندهم الاحتراف سهل جدا سهل تطلع وانت صغير بعكس انديها تانية بعكس فرق في افريقيا ما تقدرش طلع لعيبة لكن انا بقولك الجزائيين توريفة كويسة مع مدرب فاهم وعي اداء مشرف عرف انت اداء مشرف ونتاج مشرفة مش غريبة ان يكون هو تلميز ربح ماجر وينجح والقدش نفسه لنجمة جزائيين ربح ماجر ما ينجحش الشرط كان مرادونا نجح كان مرادونا نجح التدريبة محمد موهبة التدريب موهبة 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 ممكن تبقى دارس تبقى انت اكتر واحد في العالم دارس وتلاقي مدرب موهوب يكسبك عارب بيعمل ايه عنده خبرات تجارب الفشل والنجح تعدي لأيه الى تراكم الخبرات صح لانه فشل ونجح فعنده خبرات فما يجي لعبك وانت دارس انت بتعمل ايه بتطبق الكتب اللي قالته الكتب فبعد الاحيان الخبرات بتكسب ليه لانه وخات التجارب دي لكن اللي على الكتاب لسه ما تطبقش في الملعب فما بتجي تطبقه وياخد وقت عشان تنجح به هو سبقك هو سبقك بالتالي الخبرات اللي عمل كتير جدا بالذات والمطورات عبرك ايه بالذبط بالذات المدرب اللي عنده خبرات شوف احنا بتتكلم اجمال بموضي بقالنا قديه عنده خبرات كبيرة جدا الراجل بتاع المغرب هيرفي رونار اه ده راجل عالمي دفاز ببطولة افريقيا مع منتخبين مرتين زانبيا وكودفور مرتين كسبان مرتين ممكن يفسر بالتالت التالتة هيسوي مع كابتن حسن مع كابتن حسن شحات ومدارب غانا لكن مدارب تحس انه مدارب تقيه متعادل ما عندهوش مشاكل جاي في جول ما عندهوش مشاكل انفعلاته انتايم مراكز طول المناط شواف مراكز الجيم ما عندهوش مشاكل مع لعبته مش الامل لعبته عنده لعبة تقدر كسبه في اي وقت لا وعمل حركة او لقطة الصحف المغربية تتكلم عليه الغد دلوقتي وعايزة تفهم فلسفته او فكره ايه لما يستبدل حكيم زياش في مبراطين متتاليتين في اخر تلت دقايق ايه رسالة عايزة ووصلها له انه ما فيش حد هنا اكبر من منتخب مهما كان نجوميتك مهما كان نجوميتك عادة في اوروبا يقول لك بيطلعوا اخر عشر دقايق عشان ياخد السكسي والناس سقف له تحية الجمهور اه تحية الجمهور لا الرجل ده ما عندهوش الكلام ده يعني كايش اعظم العيك فيهم دلوقتي نجم عاكس وعكيدة هينتقل في الصف ونجم كبير يعني العيب كورة مش مش نجم كده مصنوع لا لا العيب كورة لا عيب كورة مع ذلك تعالة تفضل ومطشين ورا بعد مش العملية المقصودة بقى نفيش هنا نجم هنا في منتخب هنا في بلد عايزة تاخد بطولة فانا مش فاضي افكر في نجميتك انت اعمل نجميتك ده ما انت عايز لكن انا عندي عشرين لعيب افكر فيه مزبوط عندي بلد ورايا عندي جماهير حتحسبني عندي اتحاد ممكن يكني كل ده بيفكر فيه فبالتالي هو بيتعامل مع العيب عينه العيب يخدم الفرقة مش لعيب يتمنزل على الفرقة وده حصل بين اول مباراة وثاني مباراة يعني اول مباراة لعيب اتنين ديفندر المباراة التانية المباراة اللي هو كانت معنا بيبيا الاعداء كان ما كانش على المستوى مش مزبوط وكانت مفاجأة بالنسبان المباراة التانية وهي اصعب مع كوتيفور غير اتنين ديفندر نفس التشكيلة بس غير الاتنين وسط الملعب نزل بكريم الاحمد يونس بالهندة مزبوط غير الشكل هو عارف مقرد ما شاف الغلطة فين او الخطأ فين انا قلتلك بياخد اللعيب على حسب الاسلوب اللي هي لعب به فكل مباراة على حدة دي محتاجة مين دي محتاجة مين كان عنده مشكلة في الاتنين ديفندر غير الاتنين ديفندر لا اتزبط الاداء اتزبط الاداء اتزبط الاداء بقيت خاف من فرية المغرب بقى فيه في نص الملعب سيطرة فيه استحواز فيه تنويع للعب من الاطراف من العمق فيه تزيات على المرمى فيه كل حاجة موجودة بالتالي المدرب المدرب هو اللي بيسمع فرقته في المنتخبات بالذات انت اللي بتسبخ بتبهت على لعبتك على طريق ادائك انت بتفكر ازاي انت الفكر والتنفيذ للعيبة مش اللعبة اللي بتفكر لك الا ببعض الاحيان او بعض الاوقات فرقات فردية فرقات فردية واحد بيعرف عدي واحد على واحد عدي واحد على اتنين ويجيب جول ودي في المنتخبات الفردية نادرة لما بتحصل نادرة لما بتحصل طيب تونس ايه مشكلتها تونس مش كنتها في المدير الفني ولا في اختهارات اللعيبة ولا في ايه لا تونس المصطوب بتاعها مش لفوق رغم النهية في التصنيف الافريقي رقم اتنين بعد السنغال مش شرط مش التصنيف ده مش شرط يبقى هو الحكم الاساسي وفي التصفيات تصدرات مجموعة مصر طبيعي جدا طبيعي ده ده طبيعي تونس فرقة كويسة جدا وعندهم ليف العالف اللعيبة اللي موجودة لكن اداءها في البطولة دي مش مواكب اللعيبة اللي موجودة مش مواكب حتى فكر المدرب تحس ان تونس في ايه وقت يجي فيها جول في ايه وقت تخسر مش كسر المغرب بعكس الجزائر يعني الصعب تجيب فيها جول وسهل هي جيب جول في تونس العملية الكرفي مش لفوق بالعكس يعني من مطش المطش بيقله ده حقيقي يعني البداية كانت كوية بعد كده ابتدى قل في المجلد يبتدى ايه اللي خالص فالبداية بتاع تونس ما كانتش جامدة مش مش الفرق اللي تخوف طب مش مفاجأة بالنسبة لنا يمكن تونس لما حبت تعتمد على مدير فني قالت اجيب الخبرات الافريقية في البطولات جابت ألان جريس مدرب فرنسي مسك السنغال مسك مالي ليه بيع طويل اكتشفوا في تونس ان شخصيته ضعيفة بيميل دايما للنجوم اللي بتبعيزها تلعب ما هو في الفريق الكبير او في الفرقة الكبيرة المدربين اللي بيجوا بيرايح دماغهم انا احفر ليه واعد ابص ليه ودور على عمل اسمه خلاص يعني انا ليه اسم اجيب الناس الجاهزة اللي بتلعب في اوروبا وبتدعمل تشكيله وخلاص وهم يشيلوا معي انا مش هشيل لوحدي ما يا جمهور مش هتقول ألان جريس بس هتقول لعيبة التونسة مش كده ولا ايه لهم النجوم التونسة المحترفين برا مش كده ولا ايه بس تصدر للاعلام التونسي من اول وهلة ان المشكلة في ألان جريس ما هو كانت بينا عشان هو بيلاعب نجوم ده حتى في التغييرات بيخافي غيره بيخافي غيره ده بانت حتى صحف المبارات تالت لما نزل سرار فيه وهو مكانياته مش كده ولا ايه ده خايف عايز ايه يعني ايراضي كل النيه عايز ايراضي ايه كل النيه فده على حساب المنتخب المغربي على حساب المنتخب التونسي مش في الكور انت عملت اسم لكي الناس دي عايزة عندها طموح عشان كده منتخب تونسي مش واقف على حيله بلغة الكورة منتخب مش قادر مش ده المنتخب اللي اللي يخوف او ياخد بطولة يعني هو امكانياته كلها في ثلاث ماشرات الكورة السبت الكورة السبت بس خطورة المنتخب التونسي في الكورة السبت بعكس المغرب بعكس الجزائر بعكس السنغال فيه كزا طريق لأ بعكس مالي بعكس بانين مش كده ولا ايه بالظبط كورة مختلفة في اللعب أسلوب مختلف في الأداء كورة حديثة كورة فيها فكر لو فيها بتدفع قدامها ازاي استحوز وابتدي اهد اللعب وعلي كده اعمل هجوم سريع من وراء المدافعين اشتلم وراء خطة اللي قط النص ابتدي اعمل تازدات على المرمى ابتدي اعمل كروسات من الجن الاشتراكات في الكورة العالية سواء في الدفاعية والهجومية موجودين بتلعب ازاي ما بتغيرش بيبقى عندك مشكلة طيب معقفه في التعامل مع حارس مرمى المنتخب التونسي اول مباراة فاروق بن مصطفى اخطأ خطأ طبيعي اي حارس مرمى ممكن يغلط اقل هدف جزء هو منه لكن غلط غيره لعب الحارس التاني في المباراة التانية معز حسن خنق غلط غلطة غير طبيعية المباراة التالتة قلنا خلاص معز بن شريفية هو عشان يثبت ان وجد نظره مش غلط لعب الحارس التاني اللي غلط اخطأ اكبر من فروب المصطفى ما هو اللي فلسفة المداري بيعمل كده ده معناها يا كابتن بدل وانت كمدير فني برضو عارف الفكرة في زي 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 شوف اولا الراجل اللي غلط ده الجول الاولين بتاعنا تونس ده غلطة مشتركة بينه والمدافعي مقبولة مشتركة وانا ما طلع كرة وانا على الارض المفروض اللي الفلس بيعمل فلو تم المدافع يعمل فلو المدافع يشيل ورا الحارس تم المدافع يعمل فلو بالزبط طبيعي جدا نما كرة الشاط على الجول اول واحد يروح على الجول عشان لو واعز يطلح هو المدافع للمهاجم اللي بيروح فده غلط مشترك بين المدافعين وبين حارس المرمى ثانيا انا مش الراجل ده انت خلاص رميد طبط ومش هتلاعبه تاني فبتلاعب عليه الجول التاني وحتلعب عليه الجول التالت ولا انت محتاجه بعد كده لو انت محتاجه بعد كده ما ينفعش احرقه انا ممكن اخسر ببراه لكن ما خسرش لعيب ده حقي هو خسر اللعيب وما الراجل التاني لعب فروه ده اخطأ كرة عالية جابها في نفسه جول اللي هو معاز حسن معاز حسن سوري اخطأ في كرة عالية جابها جول يعني ما تخشش في اي حد وعايز تكنع نفسك ان انت صح برضو ان الراجل الشلك برا فلعيبتو المسج التالت بقص لو غيروا خلاص هتلاعب جول التالت يبقى انت ما عندك شهول اولاني في الحلس المرمى غير يا محمد حلس المرمى في واحد اتنين تلاتة حتى لو اخطأت زي عندنا في مصج شناوي في واحد اتنين تلاتة الشناوي نمرة واحد مثلا كان جنش او الشناوي نمرة اتنين ايا كان فيه لكن في نمرة واحد ما ينفعش انا كل ماتش في بطولة افريقية كبيرة غير واحد عشان غيرت غلطة لا مش فكورة الكلام ده ما انت لو كل واحد غيرت غلطة هتغيره يبقى نوس الفرحة طوال بره ده حقيقي مش كده ولا بي ده حقيقي وهم حتى في تونس قالك طب معز بن شريف يلعب مباراة تالتة ودام مورو تاني اخطأ المباراة الدورة 16 هتجيب بحارس ربع مينم هترجع تاني بقى تلعب أولا ه تجيب من دوري تونس ما هل يفكري ما فيها عشان يسبحه Jesus ان هو مش غلط فرح� لعب الحارس التاني المباراة å العب من él المباراة الثلاثة هو أنا ألم أنك عرف الانا هو عنده الانا انا الانا باع انا 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 لانك انا انا صحي في اللي بقوله الجول الأول ن Правيني انا tahli صراع بجول القرور ده بعديها یعني رب نصر عليه قرار للإتحاد لألان جريس إنه لو خرج أمام غانا يبقى كده شكرا؟ ده يدل العضاء في شخصية ألان جريس أما المساعد بتاعك يمشي اللي أنت جايبه أو اشتغل معاك طبيعيا أنت تمشي أنت جهاز لكن أنت بعت الراجل واستنيت أنت ما أنت هتتبع بعديه أنت هتتبع في أي في أي وعكة جاية أو أي حاجة غلط جاية تخسر ماتش جاي أنت أقول أحد ماشي ده ممكن يلقي بزلاله على مباراة تونس أمام غانا؟ الأجواء جاوة وداخل معسقر للمتخب التونسي عندهم حجة أنت خلقت حجة للمتخب التونسي أن يطلع عملت له حجة بيس بتفوضوا على غناء؟ 50-50 متساوية؟ 50-50 50 هنا أو 50 هنا لكن المتخب التونسي عنده دلوقتي حاجة يقولك إيه؟ في مشاكل بين المدرب وبين الإتحاد في مشاكل مدرب بين المدرب وبين اللعيبة في مشاكل بين المدرب والجماهير في مشاكل بين المدرب والمساعدة المشروب فبقى عنده حجة يستند عليها لكن ما ينفعش في أسنان البطولة تغير مدرب أو تغير مساعد مش في الكورة الكلام ده؟ مش سهلة مش في الكورة خالص بتعمل دربك مش في الكورة خالص أنت على أي أساس جايبه يلعب بطولة وأسنان البطولة بتقوله مع السلام يعني وأنت كموديل فاني إزاي تسمح أن المساعدة بتاعك يمشي ما شفناهش شفتها في أوروبا؟ بقى بتبقى صعبة أسنان البطولة كمان أنت تغسر بطولة وما تخسرش شكلك قدام الناس ما تخسرش المدرب يعني حتى أنت كمدرب يبقى ليك زي ما يقوله هيبة كده أن الجهاز بتاعد أن اللي جايبه فانا يتحمس قليته يبقى أنا على رأسه عايز أقول في الكواليس بس عشان نأكد بس المعلومة الاتحاد التونسي لما كتب على صفحته الرسمية الخبر كتب أن المعد الزهني تمام؟ معلوماتنا أن ده المساعد الأول لألان جريس مزبوط والفكرة أن تقالي المعد الزهني أو المعد البدني لألان جريس أنه عشان تدخل في اختصاصات المدير الفني هو أولا فرنسي ونفس جنسية ألان جريس وألان جريس جايب اتنين معه مساعدين في المنتخب التونسي وهو المساعد الأول لألان جريس بس عشان لتعادة التونسي يغلف بس شكل الإقالة فتدخل في ألان جريس وأصلا ألان جريس هو اللي جايب ومساعد أول معه شوف أنا قلت لك إيه مش في الكورة عشان الشكل العام قدام الناس هيتهاجم الاتحاد التونسي بالظبط إزاي تشوله فقال لك إيه ده المعد البدني أي كلام تزوق بيه زي ما بيقوله تزوئ لكن إنت ألان جريس أنا ألان جريس لو أنا ما كانو حمشي منفعش منفعش جيد جهاز وحد يدخل مهما كان حتى لو الاتحاد الكورة بيقول لي يمشي أنا مش قابليه بني المشهد من البداية أول ما استبعد علم علول والله استبعد علم علول ده روكس كبير جدا أنا محمد يعني الرجل الليعب مكانه ده وصما الحدادي مش فيه إمكانية علم علول خالص ومخلي يوسف المساكن مش عارف يلعب ما هم الاتنين قفين على بعض الخط مقفول يعني الخط ده كان بتاع علم علول عند الجبهة قوي جدا على الشمال وكان متجانس مع يوسف وخصوصا أن عالي يجيد النواحي الأجومية صح فأنت محتاج ناس تهاجم أنت المنتخب التنسي الأطراب بتاعته وحش قوي يعني حتى الحديث ده مش على مستوى عالي قالص مش عشان عالي وبعدين عالي بطولة في مصر دي ليها دي ليها معنى قبل جدا إن أنا عايز أقول أنا هو أنه موجود وحيلاقي تشجيع جماهيري وحيلاقي جماهير مصرية بتسنده بتسند المنتخب التنسي أكتر في وجود عالي معلول من الحدادي وبعدين هو مساكني فاهمين بعد أو الخط ده كان بالشمال ده فاهمين بعد جدا والرجل المعلول ده بيجيد أنه واح له جمية يعني كد يكون عنده بعد الكسوف ونحة الدفاعية لكن أنت بتهاجم أنت مبتهاجمش حدادي ده ما يعدش نص الملعب ما ينجحش حتى في التبرير أو كورات العرضية ما يفتلوش اختراقات من الكورات العرضية عمل اختراق وعمل كورات العرضية وقفلين على بعض هو المساكني قفلين على بعض اللي اتنين قفلين على بعض بعكسا ما كان بيلعب علي فيه تجانس باللتنين فيه تفاهم فيه فكر فيه تكتك بيتعامل معين بينهم إذا كان هو بره بيبقى مثلا المعلول جوه إذا كان المساكني جوه معلول بأبرة فيه تفاهم باللتنين لحد ده ما بيعدش نص الملعب بيعدم دي لعب من تحت فيه اختلاف في تشكيلة اللعيبة في المراكز يعني مرة يبقى برامل بدوي باكرايت وحط واجدك شريدة اللي هو الباكرايت الأساسي حط وسط ملعب بعد كده المباراة الثانية يقعد رامل بدوي ويرجع واجدك شريدة باكرايت نص الملعب حتى ما فيهوش دايما عناصر السابتة فيه ما هو التجارب دي في البوتولات دي 111 عشان كده في الأخير النتيجة طلعها سابقا آه طبعا وانا حق للتجارب دلوقتي انت جاي تتجرب دلوقتي في المتشط بس في حاجة غريبة كابتالي متشط برسمة التجارب تونس في التجارب كانت نتاجها أفضل المغرب في التجارب كانت نتاجها سيئة ما هو انت ما عندكش ضغوط لأ ده معنى إيه انك انت في الودي محققتش نتاج وفي الرسمي بتحقق بس انت في الودي ممكن تكون بتعمل حاجة حتعملها في المتشط الرسمية بعكس تونس دونس كسبة كرواتيا ما انا بقولك بعكس تونس هو ما جيه هنا ابتدى يقلب بقى يعني يجيب البكريت اللعب في نص ملعب عف يمينه جيب اللعف يمينه عف بكريت مش وقت تجارب في البتولة الأفريقية النتاج كانت خداها وحاستوا ان الفرق لها كاملة فيقدر يغير في المركز طبع لا ما ينفعش فيه فيه حاجة اسمها كوان فريق ده حاجة اسمها كأسابت ألعبت حاجات معينة راس حار بحطه تحت يبقى تحت شوية مثلا نمر عشرة ده يسعد فوس المدفعين يبقى بليه مكر بيبقاش عالتول قتاك حاجات كده خفيفة لكن انا غير أثناء البطولة في خط والخطوط مش كده كبيرة جد حتتدرب دفاعين هجومية حتتدرب حتتدرب لان ده أصلا مش باك وانت بتجرب في مورا رسمية مش وديه عشان تقول يقدر يلعبها او كان يكون لعبها قبل كده بس معلوش الدغوط دي مش عايزي بنت مش عايزي تنين بنت مش عايزي ثلاثة بنت مش عايزي بقى أول عشان يغرب يلعب التالت انت فهمني لكن في الودي انا وانت نلعب عادي ايه المشكلة يعني حتى لو غلط رجعت ما دفعتش ايه المشكلة هاجمت ما ما جبتش تقول ايه المشكلة لكن في المباريات الرسمية انت محتاج محتاج تستكر على عمود فقري للفريق وتبني حاوليه بقى الناس التاني تمام فهم عملش كده طيب مباريات دروس 16 اكبر المباريات او اقواها في التنافس نيجيريا والكاميرا مزبوط نيجيريا في المجموعة مكادش مقنعة وانا مش عايز اقول مباريات مدغشق انا كانت تنبدر ممكن تكون هي المقياس وانا ده اداء منتخب نيجيريا انا عندي احساس ان نيجيريا في المباريات الثالثة بطبيعة العامة الافرقة وصل فخلاص مش عايز يؤدي اعلى اداء يعني بنشوف اللي عمودة تلعب في منتخب نيجيريا سواء ايجالو احمد موسى كسالمون كالوجن ابن مكايل المباريات الثالثة ما كانش بنفس المستوى ايضا منتخب الكاميروني امام بنين في المباريات الاخيرة هو حس انه هيوصل اول او تاني لكن موجود المبرامة بين الاثنين الفرقتين شايف الشكل هيبعمل ازاي في ظل الكاميرا الحامل اللقب وناجيريا دائما وابدا منافس ومرشح عادة انا محمد الفرقة الكبيرة بتستنفر قوة على حسب هي وصلت فين المنافس اللي معها مين وصلت فين فهتشوف المباريات شرسة جدا تكسيري عظام زي ما بيقول ما بين ناجيريا وما بين الكاميرا زي ما انت قولت فرقة حصل على البطولة وناجيريا منافس قوي جدا مش شرط ما يكدعكش الاداء بتاع دول الاولاني الفرقة بتبقى خايفة تطلع من دول الاولاني حتى الفرقة الكبيرة بتعمل حسابها المهمة اقام النفس هي ابقى موجود لكن كونهم اللهم وعقوا مع بعض حظوهم محش جدا لان فرقة من الاثنين المفروض انها مرشحة من الفرقة اللي توصل دولاربع على الاقل وتبقى منافس شرس جدا فناجيريا فرقة لا يستهان بها لانها فرقة بطولة فرقة البطولة في اي وقت بتكسب في اي وقت بتكسب خد بالك ممكن يكون محش جدا قدام بنين ويجي يكسب كاميرون والعكس اه اه والكاميرون قدام بنين مكادش كويس وممكن يكسب ناجيريا ده طبيعي جدا في الكورة لان فرقتين اقوية جدا كاميرون تمتلك لعيبة على اعلى مستوى تمتلك قوة بدنية عالية جدا كذلك ناجيريا تمتلك لعيبة كلهم محترفين انت بتتكلم في السطف محترف مزير الفن للكاميرون سيدور انت بتتكلم في لعيب عالمي ومدرب المفروض يعني وليت موح وليت موح يكسب طبعا فبالتالي المباراة دي اقوى مباراة هتبقى موجودة في دور الستاشر اقوى مباراة شراسة اقوى مباراة شريسة جدا لان اي فلها منتين هتخسر فاعتقد ان البطولة بقى فيها عالمي بس لفت للنظر في مباراة نيجيريا والكاميرون دايما عندك نجوم تقال هنا ونجوم تقال هنا المباراة دي مين في الكاميرون نجم تقيل تحس ان حتى البطولة اللي خدوها من هنا في 2017 مجموعة لعيبة كان عندها تحد والطموح لك لو نتكلم عليه من شوية مزبوط المباراة دي برضو نفس النجومية مش موجودة في المنتخم الكاميرون لكن في نيجيريا لعب وسط الملعب ألكس ويبي بتاع الأرسنال مش ظاهر بشكل جيد أحمد موسى يجالوا جون إبن مكاين لنجمة شيلسي السابق أقول لك يا محمد سبب بغوط المستوى داي اللعب بزاة الكبار بتاع أوروبا لانهما جايين من موقع شرسة جدا في الدول الأوروبا بتاعه ضغوط وبرايات صعبة وجاري وبدني فانت المفروض ان انت بتحافظ على المستوى البدني اللعبين بتحافظ عليه لانه جايلك طوب فورما طوب بالضبط انت المفروض بتحافظ عليه في بعض المدربين بيحب يشتغل أثناء التجمعات دي شغل بدني فبتقى منك اللعب ولو ما تمرنش أقول لك عشان بيلعب في أوروبا انت عارب بيلعب على كله الأفريقية مش عايز يتمرن ده جاي بيتنك على المنتخب فبيضطر يشتغل معك هو أصلا قريدي جاي محروح فانت الطبيعي جدا بتحافظه على المستوى اللي هو فيه بالضبط يعني اللي استشفى بيبقى أعلى فقط رياضة اللي راحة بتبقى أكبر لأنه جايلك جاهز يعني الولد اللي بيلعب في الهلال السعودي في المنتخب إيه نيجري سريع ناسي اسم عصمان لا اسمو ناسي اسمو عصبوة لا شريف نسطي الملعب يقب إجاله لا إجاله مش في الدور السوداني لا أحمد موسى ده لعيب خطر جدا عنده ما يؤهلون واحد ضد واحد بيعدي سرعات انفراضات يعد من الجنب ويعمل كرسات عنده كل حاجة تحس إن أحمد مش ده أحمد مش ده أحمد اللي في السعادية يعني تحس إنه مرهق مش 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 فت لأ مجهد مجهد في فرق من أنت مجهد وفرق من أنت مش فت لأ هو فت بس هو مجهد مجهد زينيا مجهد عضليا الضغوط بتاعت النجوم النجب يعني ضغوط لازم يكسف رؤيته وكل دي حاجات بتأثر على اللعب من نواحي الفنية والتكتكية أكيد فما بعدش كل ما يملك طبعا لكن أنا بقول أن نجيريا فيها خطر جدا وحزاري من أي فلعب تلعبها مش الشرط الكاميرو أي فلعب تلعب من نجيريا حزاري حزاري منها طبعا لأن اللعبة دي ممكن تطالب تنزل وراء تظهر وراء تظهر وراء حتى رجل بتعنص الملعب اللي بلعب في إنجلترا لعب كواس جدا لكن لكن مش مش باين قوي ممكن مع فترات الرائحة اللي جاية دي بين الأدوار تلاقيه بقى رجع لعب تاني هو حتى كمان يا كابتن بدر المدير الفني المنتخب بنيجيريا المدير الرب اللهوة الألماني غير أنت ما بيبدأش حتى بمجموعة النجوم دي كلها في التشكيل الأساسية يعني لو بدأ بيجاله وأحمد موسى يريح شوية جون إبي ميكايل لو بدأ بألكس قويبي يريح أحمد موسى ويلعب بسرابون كالو تحس حتى أن حتة التجانس في ناحية لجموية من المجموعة اللعبة دي ما بعضها مش مش موجودة ما هو كمان عايز عملية التدوير عشان ما يحرقش اللعبة يوفر للمرحلة بعد كده هو بيعتمد أن انت أو بيكسب أو بيوصل في نفس الوقت مش عايز يحرق كل لعبته يعني عايز بقى تملي عنده الدكة قوية اتنين مكان اتنين المنافسة شرسة جدا ما بين بعض فكل ده موجود داخل فكر المدرب لكن هو عنده فرقة تقيلة بكل المعايير الأربعة لقدام تقل بجانب الرجل فروس الملعب عشان كده بقولك أن النجيريا لعبته صغيرة خبرات على الأيلة صحيح بين دول وبين دول فرق الخبرات في نجيريا أكبر شوي من الكاميرو لكن الكاميرو برضو من نفس الشرس جدا لا يستهم به فلق بطولة ممكن فأيوة تاخد بطولة كسر مصر في الفاينال وأقصى غانا في السمي فاينال مظبوط مظبوط من ولاد صغيرين دول بالزبط لكن أنا بقولي أن فرق الخبرات ممكن يبقى النجيري نجيري نجيري طيب مباراة المغرب وبينين هي على ورق بقول المغرب أتمامنا من جواي أن المغرب هي اللي توصل أن المغرب فلعا فريق قوة جدا وأدم مستوى كل الناس مبسوطة من المنتخب المغربين ولكن بنين فريق خطر جدا فريق خطر عشان الطموح اللي كلمنا فيه عشان الطموح اللي موجودين فيه ولعبته غير معروفين على الساحة الأوروبية بقوة لكن هم عايزين يقولوا نحن موجودين ويملكوا من الأداء من الأداء والأسلوب اللعب أنه هم يعطلوا أي حد خايف على المغرب من عامل السنة يا كابتن بدر لأن فيه أربع لعيبة مبارك بصوفة مهدي بنعطية نور الدين مرابط أربع لعيبة بالإضافة طبعا لكريم الأحمد أربع لعيبة المعدلة لأعمار السنية تخطى 32-33 سنة مهم محمد في فرقة المغرب مهم دول بيعتبروا عمود فقر الفرقة مش كلهم في خط واحد يعني بنصوفة في مصر الملعب بنعطية ورا فطبيعي جدا يعني في كل خط من خطوط يبقى عندك لاعب تئيخ لاعب عنده خبرات عجبك التوزيع بتاعة ريناد في اختيار التشكيلة واللعيبة طبعا احتياجاته والخبرات الخبرات يشحمد أما بتكبر في السن بيقل مجهودك بس بيعلى فكرك فما بتتعبش فعايز فكرة في الدفاع فكرة في وسط الملعب فكرة في النحر الجميع سلسلة الملعب اللي بيكلم هو عامل بعمود الفقري ده خبرات بصوفة الماتش اللي فات مكسبوا ده عنده كم سنة بقى 34 سنة ده أكبر واحد في نص الملعب ومش معانا هادي مين اللي مكمل مين اللي مكمل بصوفة بصوفة اه وفريق ما أنا بقولك اهو يعني ديئة تسعين بيجيب لك جول في ديئة تسعين أو ديئة كم جايب لك جول تسعين ديئة تسعين اه دي جولة تمنتاشر بالزبط ايه اللي جابه هنا وهو راجل معدل السن بتاعه عائل المفروض لكن الخبرات هنا بتتحكم في كل خط يوجه الثلاثة اللي حواليه صوفة بيكون دي الفرقة من نص الملعب تمام الراجل الفرقة اللي قدام ده عنده خبرات محطة كبيرة جدا امتى يقف عالكورة امتى يلف امتى يشوت امتى يدايع وقت امتى ياخد فولات كل دي خبرات بتتجمع عشان تخدم اللعيب السغر اللي حواليه الشباب اللي حواليه اكيد فدي فرقة المغرب مصر وجنوب إفريقيا مصر سألك طبعا على اداء منتخب مصر في البطولة وان شاء الله يبقى دور الستاشرة دورة النهائية حاجة مختلفة بالدعم الموجود لمنتخبنا الوطني لكن في نفس الوقت في المقابل منتخب جنوب إفريقيا مختلفة عن اداء منتخب البطولات السابقة للنساء جنوب إفريقيا بيدربها مدارب اسكتلندي مدرسة جديدة على الكرة في جنوب إفريقيا كرة الإنجليزية او الكرة الطويلة مدارب اسكتلندي معلوش تاريخ أو اسم كبير حتى اللعبية اللي بتلعب في جنوب إفريقيا اللي في البطولة الأفريقية الحالية كلهم محليين أو معظمهم في الدورة الجنوب إفريقي مزبوط حارس المرمى حتى بيلعب في مازين بي شوف احنا مدرسين مختلفين بيلعب قدام بعض يعني المنتخب جنوب إفريقيا بيتمد على الكرة الإنجليزية البحتة اللي هي بتاعت زمان اللي يحط الكرة في نص الملعب ويبتدر يضغطك في نص الملعبك بالضبط بعكس المنتخب المصري اللي هو بيتمدين اللقلتين وبعدين يلعب على محمد صلاح أو على تريزي فالمدرسين هنا مختلفين وحيبقى فيه ضغط من الفرقيتين على بعض أنا أخشى على المنتخب المصري بإيه في أن الخطوط بتاعتنا تبقى متبعدة مش الأمن الكوار العالي لأنه عندنا حجازي وعندنا محمود يقدروا يتعاملوا كويس أو مع الكوار العالي لكن أخشى من الكرة التانية المرتدة دي اللي تتطد لجنوب أفريقيا ويبقى عندنا مشكلة في الخطوط لأن مشكلة المنتخب المصري في الأداء الخططي عدم تقارب الخطوط ما بين قط الفروت وقط المدافعين فيه جاب كبير قوي محمد واتساع كبير جدا هناك فرق بأن أنت تعمل عمك هجومي وأن أنت يبقى عندك تساع عرضي وتساع طولي إحنا الاتساع الطولي ده كبير قوي المدافعين الخطوط تبقى بوكس كله بتحرك مع بعض المدافعين الأربعة مع بعض يطلعوا مع بعض فتبقى أنت فحيز 40-50 متر بتلعب الفرقة كلها مش بتلعب في 80-100 متر مش بتلعب في 90 متر مش مثلا مروان هنا واحجازي على خطة 18 ما يمفعش ما يمفعش لازم تدي فرصة للشناو ده يبقى لبرو لازم تدي فرصة الناس دي تبقى ضغطة في نص الملعب أعتقد أن المنتخب مصري يقدر يعدي دور 16 يقدر يعدي مباراة خطرة خطرة جدا خطرة لضع في مستوانا مش خطرة علشان هم أكوية أكوى مننا بالعكس إحنا أحسن رغم كل الأداء المتوسط بالنسبة لنا ده لكن إحنا عوامل النجاح عندنا متوفرة متوفرة تقدر تكسب تقدر ما يجي فيه جول يعني تقدر تتعامل إن إحنا برضو عندنا مشكلة محمد إحنا تمال إحنا اللي بنجيب مجاش فينا جول عشان تشوف أنت رد فعلك إيه لأ فيه كمار رقم غريب قوي الخمس أهداف لمنتخم مصر فبطولة الأمم كلهم في الشوت الأول بس شوت الثاني إنتا مش موجود في الثلاث ماتشاط على فكرة الشوت الثاني بس التهديف كله شوت الأول ده عاجل بس بديه نقطة إيجابية طبعاً إنتا بتنزل بكل بتنزل بكل نوتك بس بعد كده بتقع بقى إنتا بعد كده في لابدغاتك الشوت الثاني هل عشان البداية ولا لسه الماتشاط جاية مرة تالية لا دي البداية الماتشاط هتجيبك يعني أنت في دور السلتاشر ما عتكاش أنت هتقدل الأداء اللي قددتك في دور الأول لا 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 صحب لو قددت كده خلاص لو بالأداء ده وبالفكر اللي احنا دمنا عبيده ممكن نحسن لك مشكلة كده جد فأنا أعتقد أن أجيري وهاني رمزي حيتجنبوا الأخطاء اللي حصلت في الدور الأول ويبتدوا يشتغلوا عليها يشتغلوا عليها ويبقى اللعيبة عندها جرأة وثقة في النفس إنها تلعب لقدام مع الناس مشكلة إحنا أي كرة على الجول ممكن تلعب أي حد لأن أنت بتلعب في استاد المرعب لأي فرقة بتلعب في وسط جماهي المصر بتلعب وإنت في ملعبك عارف أنت حتة أنا في ملعبي دي بتبقى عندك حافظ قوي عندك بطولة أنت أولى واحد بيها صحيح تفرح شعبك هتعمل تاريخ لنفسك تبقى أخذت أربع بطولات في كم سنة مش هتحصل ولا تتكرر تاني هتبقى أكبر فرقة في أفريكا خارج بطولة أفريكا هتعمل في ناس مش هتلعب في المنتخب مصر تاني تبقى ناهد حياتها ببطولة أفريكية كبيرة في وسط كوكبة من النجوم العالميين في كل الفرقة الأفريكية الموجودة طيب 68 هدف في 32 مباراة بمعدل تهديفي واحد وثمانية من عشر نسبة تهديف متوسطة ولا الأدوار النهائية هيبقى فيها نسبة تهديف عليها لأنه كمان وإحنا بنقيس الجولة الأولى والتانية والتالتة الجولة الأولى 27 التانية 16 التالتة 25 هدف لا أنا أعتقد أن المعدل التهديف هيقل مش هيزيد هيقل عن كده كمان هيقل عن كده وده مؤشر إيجابي ولا سلبي لا مؤشر إيجابي أنت خايف على الخايف فيك فيك جول فكل الفرقة هتقامل نفسها فده مؤشر إيجابي مش هيبقى سلبي لنجاح البطولة فنيا لا فنيا أنت مرتبط بالمستوى الفني بتاعك أنت كفرقة أو كبطولة أه البطولة مستوى الفرقة من فرقتك لكن إن أنا حكسها بتلاتة أربعة مش هتبقى موجودة مش هتبقى موجودة اللي هيجي في جول هيقارب فرقة هتيجي فيها جول حتتجهرب حتتكارب مش هتبقى بتهاجم بكل خطوطها أو عايزة تتعادل لا برضو هتبقى خاف هيجي فيها جول تاني فبالتالي معدل التعليف مش همش هايزيت حيقل تشكيل منتخب مصر بنفس المجموعة ولا ممكن نشوف فيه تعديل لا هيلعب بنفس المجموعة بنفس المجموعة عندناش أيمن أشرف المحمدي محمود علاء حجازي النني طارق عبدالله السعيد تريزيجي صلاح محمد صلاح وأعتقد مروان محصن مروان محصن مايفجيهناش بأحمد علي البداية اللي لعب بيها والمشاط بتقول غير كثة لأنه كان لازم يدي أحمد علي فرصة في المبارات الثلاثة في المبارات الثلاثة مش كده ولا ايه فهو ما ادلوش فأعتقد أنه مش في حساباته 100% لكن أهو موجود لكن في حساباته نمرة واحد مروان نمرة اثنين أحمد حسن كوكا ونمرة ثلاثة أحمد علي لكن المفاجآت في الحاجات دي في البطولات دي أو في المتشاط دي بالذات مش هتبقى مستحب وإن كانت ممكن تبقى موجود بس بنسبة بسيطة وانا بختم معك كابتن بدر فرصة أسألك أسئلة أو سؤال أخير مدير قطاع الناشئين والبراهم في نادي الجزيرة الإماراتي هناك الدنيا اختلفت ازاعها هنا في مصر هناك اختلفت بفرق كبير قوي هناك فيه بلان فيه بلان واضح ومقرير كل الناس يعني فيه بيستغلوا فكرك فكرك ده بفلوس بيستغلوا ان انت عندك فكر بالتالي بيسهل لك كل الصبل وكل علاصر النجاح انك تشتغل في الملعب بس ما فيش حاجة شغلك ما عندكش عراكيل ما عندكش ناس بتحربك ما عندكش راتب قليل ما عندكش ممكن إدارة تقولك انت مش هتبقى معانا لا فيه ثقة فيك فبتنتج أعلى مستوى ليك شغل القطاع ده عايز راحك بال طبعا انت عشان تخطط لقطاع محمد بالسهلة انت بتخطط لقطاع يطلع منه لعيبة للدرجة الاولى بتخطط لقطاع تعمل لعيبة منتخب بلدك او منتخب الامارات بتخطط لقطاع مدربين يبقى عندك مدربين بيتعلمهم زي ما قلتلك عندنا مدربين كويسين عندنا عندنا هناك انت لازم تعمل مدربين كويسين ما همين اللي هيدي المادة المدرس او المدرب المدرب ده لو انا معلمتوش بالتالي هيعمل نموذج مش مزبوط للولد مش هيعمل حاجة تكتكية تناسب المرحلة السنية لكن انا معلمه وديله الشغل اللي حينسبه للمرحلة السنية بالتالي حيديله الولد يبقى انا كمدير فن مستفيد وكمدرب مستفيد وكلعب مستفيد بالتالي كنادي بستفيد او كمنتخب بستفيد هو ده الفكر اللي موجود هناك المحاضرين الموجودين على اعلى مستوى ممكن تبقى في اي وقت قاعد جنبك مثلا اريكسون بيحضر لك بتتكلم معاها زي ما نوط عادين كده جارديولا ويهزر معاك ويقولك تب بتعمله دي لي ومش بتعمله دي لي وتتكلم انت معاها تب انت بتعمل الاستحواز تب بتشتغل ازاي من وراء تب اما تيجي تعمل الاستحواز بتتعمل اطراف ازاي عايز تتعمل كل ده بتتكلم فيه فانت بتاخد كبرات كبيرة جدا في خلال السنية تشغالها لانك بيجيبولك اعظم مدربين في العالم مش جاي بقى يدرس يقعد معاك شهر يقعد كلام اللي بيقول يعيده لا ده جاي دي خلاصة اللي هو الكبات العصير اللي تعليمه في حياته الخلاصة خد الخلاصة دي بالذات فابتاخد منه فكره الفكر ده مش ببالاش فهم سبقونا بكتير اتمنى ان الفكر ده بقى موجود في مصر مستمتع بالعمل لك كابتن بدر جدا 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 ما عملوش معايا حاجة وحشة محمد الناس دول شلوني وانا بشكرهم على الهوى من نادية وبيتي النادي الاهل اللي اتخرجت منه وكل لعبية مصر وكل اللعيب الكبار اللي اتخرجوا من النادي الاهلي النادي الاهلي خيره خيره علينا كلنا من قولنا لأخيرنا الحمد لله وبالتالي انا بمثل النادي الاهلي في الامارات خيره سافير فعايز انجح يا ريه تبقى خيره سافير نفسي انجح علشان يبقى نجاح للنادي الاهلي ويبقى نجاح لي انا شخصية لكن انا بقول ان في الامارات المنظومة كويسة او محمد المنظومة من اول المدول التنفيذي من اول عيد مبخوت كابتن عاد مابخوت كابتن خلفان كابتن عامر الدكتور رجائي وقل السيسي مدربين مصريين موجودين على فكرة وليد زايد فيه مدربين كتير موجودين هناك طلعت كابتن فرج كل دول مدربين وكل دول ناس انت عارف يا محمد هم هناك المنظومة تبقى كلكو ايد واحدة متكتفة متكتفة وده كان موجود عندنا في النادي الاهل اكيد مستغرير رب على كده ان شاء الله بإذن الله في ايجازه سريع ابرز النجوم او ولادك اللي كانوا مقطعنا شين في النادي الاهل انا هعدلك بالاسامي كده يعني نفتكرهم بس طب انا هعدلك المحترفين بس بلاش اللي هم في مصر يعني ويسمحوني ولاد اللي في مصر احنا عندنا كان عندنا رامر ربيع كان عندنا كهرباء كان عندنا النني كان عندنا احمد ثمير فرج كان عندنا عمر الحلواني كان عندنا تليزي جي كان عندنا رمضان صبحي دول دول بره مصر دول بره مصر في خمسة ناسية أحمد حسن كوكا أحمد حسن مكي شريف أشرف دول كانوا ولادي كابتل بدري شرفتني ونورتني وارب بإذن الله يكون عندنا عشر أو خمستاشر وعشرين من اللعبة دير خلال الفترة جاية إن شاء الله كل التغيير في جزيرة الإمارات ودائما كده نسعد بوجودك في بيتك حبيبا حبيبا حمد متشكل سعيد بوجوده معك واشكرك ان انت ستطلتني النهاردة بالعكس انت موت في بيتك وفي نادية شكر نورتني وشرفتني وإذن الله تتقرر كسين خلال الفترة القديمة شكرا جزيلا حلقة فنية كانت مهمة جدا بنستعيد ذكريات قطاع النشيين مع كابتل بدري رجب والأسامي الكبيرة اللي قالها اللي كان بالتأكيد ليها دور مع النادي الأهل ومع انبياء أخرى واحترف وكمان ومثله مصر والنادي الأهل في بطولات إفريقية ومع انبياء أوروبية خلال الفترة المضية وإطلالة فنية عن المنتخبات الإفريقية قدر الإمكان ضطينا بعض العناصر أو التفاصيل الصغيرة لكن فيها دروس مستفادة بعض البطولة أعتقد لو عملنا كتاب على البطولة دي وطلعنا بالدروس المستفادة أو بالعناصر إحنا قلناها أي ما في حاجات مهمة جدا للمنتخبات الوطنية سواء الأول أو حتى الشباب النشيين في المراحل القادم كل التوفيق لمنتخبنا غدا ضربة البداية في دور الستة عشر بطولة تانية مباريات تانية شكل مختلف لكن بإذن الله يوم السبت نسعد كلنا مع المنتخبنا الوطني بالتأهل إلى الضرب عناية والاستمرار حتى الأدوار النهائية لأن دايما نكون مع منتخبنا حتى المبارات النهائية وحمل كأس البطولة كأس إفريقيا إن شاء الله للأمم مع منتخبنا الوطني في كان مصر 2019 شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير بإذن الله في حلقات قادمة أخرى من برنامج الأهل الليلة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة